موسيقى 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 لبنان يحيي الذكرى السابع عشر على اغتيال زعيمه على الزلزال الذي فتحت معه أبواب جهنم على بلاد الأرز إلى أن وصلنا إلى داخل جهنم سبعة عشر عاما مرت على اغتيال الرفيق على استشهاد رمز نهود لبنان بعد الحرب وما زالت الذكرى حية كيف ننسى انفجار هز لبنان والعالم في ذلك الاثنين المشؤوم الذي ضرب بيروت في قلبها كيف ننسى الجريمة الأبشع في العالم التي حرمت لبنان من أحد عظمائه يدعى رفيق الحريري سبعة عشر عاما مرت ولبنان ما زال على خط زلزال اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أربعة عشر شباط ألفين وخمسة ليس كأربعة عشر شباط ألفين واثنين وعشرين فالذكرى اليوم نحييها ونحن في أشد الحاجة لنستذكر رفيق الحريري الذي فعلا يحتاجه لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها ونسأل ماذا لو كان حاضرا بموقعه في الوضع اللبناني البائس نخصص هذه الحلقة للحديث عن رفيق الحريري الرئيس الشهيد شهيد كل لبنان مع الوزير والنقب السابق نبيل دوفريج بدي رحب فيك أهلا بك يعني أنت من الأشخاص يلي عاصروا مراحل عديدة من حياة الرئيس الشهيد كنت تجلس معه كمان بمجالس خاصة كان يحثك يمكن عن أمور عديدة ما كانت تبين على الإعلام بموقعك ما هي القضايا التي برأيك تعتبر كانت بتشكل علامة فارقة بتاريخ لبنان عند الرئيس الشهيد لك رح أقول لك بدي أبلش هنا بشغلة صغيرة بأنه أنا من الناس بالنسبة للعالم اللي اشتغلت مع رفيق الحريري هاللي عرفوا أقل شي بس تعلمت منه كتير بهالفترة بين الألفان والألفان وخمسة تعلمت منه قد كل حياتي رفيق الحريري كان بيله بالإنسان قبل كل شي ما كان بيله لا بال إذا بدك بالزعامة اللي العالم تفتكر له كان عم يشتغل طي يعمل زعيم عمله زعيم مش هو عمل حاله زعيم عمله زعيم العالم من وراء عمله من وراء نجاحاته وكذا هلأ العالمات الفارقة إذا بدك رفيق الحريري كان رجل قبل كل شي كان عنده مستشارين وكان عنده فريق عمل فعلاً عم يشتغل كان ليل النهار كان شغلة الفضيعة عند رفيق الحريري كان من الرجال السياسة الكبار يلي كان يقلك بهالموضوع ما بعرف إذا لاحظت أنت بالرجال السياسة وأنا لاحظت خاصة على طورة مجلس الوزراء من وزراء جايين أول مرة أو تاني مرة أو تلت مرة متى ما قاعد على الكرسي عم بيحكي أنا عن بعض الوزراء مش لكل حرام نحكي وخاصة واحد واحد منهم هيك شوية أصير يلي هو يعرف كل شي تفتح بدك تحكي بهيدا الصاروخ جديد طلي هلأني على على الأمر ومدره بيعرف بدك تحكي بملف النفايات بيعرف بدك تحكي بملف الخلية وإيه بيعرف بدك تحكي بملف الكهرباء هو ربا أنا جهاز يعني بدك تحكي بالضمان الاجتماعي ما حنا بيفهم قده بدك تحكي بعد شوية بالكورونا رح يقلك أنا لقيت دو الكورونا يعني هيدا مش رجل سياسي رفيق الحريري كان عارف حاله إنه هو أو إيه بس كان عارف حاله إنه في مواضيع لازم كمان يسأل ناس بيفهم وبالموضوع من شارك كان عنده ناس حواليه بالاقتصاد وبالمين مثل الرئيس سانيورا مثل الله يرحم وبس الفلايحان كل هالعالم اللي مثل وزير السقاف السابق الله يواجهنه الخير غسان سلامي هالناس هاللي هاللي فعلا كانوا يعرفوا شو عم بيصير بالعالم وكانوا عندهم اتصالات مع كل دول العالم مع الصناديق المانحة وبالنهاية وقت منشوف اليوم أنا بوقات بتطلع على التليفزيون وبشوف هالتوك شوز وبشوف هالوزر الجديد ياللي هن إذا بدك معينين تقريبا باسم العهد حتى لو ما كانوا هن بالطيار الوطني الحر بس إنه مقربين منه بيقولولكن يا عم ما في في قانونين مرقوا بمجلس النواب طبع الكهرباء وطبع الاتصالات ليه ما عم نطبقون هاو دي القوانين نحن صوتنا عليهم بال2002 عمرهم 20 سنة بناءا لطلب رفيق الحريري وباليستنان وقت توجك شراك والمتمرات وهن هاللي منعوا تطبيقهم وهن هاللي استلموا الوزرات كلها هل جيين بعد 20 سنة تقولوا في قانونين ليه ما بتطبقون لمعلوماتك بيكفي قانون الكهرباء على حاله الاتصالات بعدين منحكي فيه اذا بدك لو طبق القانون وقت اللي تصوت عليه بآخر 2002 انه هلأ عايشين بنعيم قبل كل شي عايشين بنعيم وكانت مؤسسة كهرباء لبناء كانت يعني الكهرباء كانت تربح مصاري ولسا بتخسر مصاري وما كانت صارت دينا من الكهرباء على حاله 40 مليار دولار كذلك الأمر بالاتصالات لكن الاتصالات وانت صارتها لاني معلش اذا بدك تتلفن لحدا بدك تصلي تشوف اذا بيعلق الخط مثل ما كنا بحرب العالمية حتى بالنستريولار ليش لانه الدولة ما عم تعرف تضيع هالكتاع هاته ماذا بقية من قرص رصالي حريري اليوم ده سوق الحظ اذا بدك تحكي بالأمور الملموسة الملموسة قليل اللي الاعلام اذا بدك العالم اليوم عم تتسمع كتير على الاعلام عم بيكمله مثل كأنه رفيق الحريري ما استشهد رفيق الحريري بعده بده نكمل كمان نحمله كل شي بعد 20 سنة هلا ما في شك انه ما بقية هلا بقية بشغلات كتير بمعنى انه اذا بدك تاخد وهي دهيني كتير مما كان بيقدر يستولي عليها ياخدها المشروع الاصلاحي هاللي بلش يعمل رفيق الحريري سنة 98 وياللي كملوا بتشرين الثاني 2002 سمية ببريس 2 اذا بتاخديه اليوم اليوم بتاخديه وبالطبقيه بتخلص البلد لا عايزين صندوق النقد ولا عايزين هالمشاريع اللي عم بيحكوا عنا انه ما في شي بيخلصنا خدوا هالمشروع بالذات وطبقوا اذا في بعض التعديلات لانه مرق عليهم الوانين اخد قرار بخراب لبنان لانه جربناكم ما مش الحار كذبتوا علينا اول مرة وطاني مرة وطلت مرة لكن هالدول الخارجية اللي بتساعد لبنان ما بتجي بتفوت بالتفاصيل الصغيرة تتشوف مثلا لما طبقتوا القانون تبع الكهرباء اما لما طبقتوا قانون الاتصادات بيعرفوا هني من النتيجة انه هاو الوانين ما تطبقوا ما رح يفوتوا بقصة لما تطبقوا لانه اساسا لو عرفوا شو بيدروا يعملوا وداخليا من يريد خراب لبنان ما في حدا يريد خراب لبنان فيه اليوم فريق بده يسيطر على لبنان يالي يقول فريق العهد مع حرفائه يعني حزب الله كله كيف لك بده يسيطروا على لبنان شافوا انه رغم رغم كل كيف بدي اقولك رغم كل المحاولات هاللي هي غير ديمقراطية وهاللي هي ديكتاتورية كانت انه ما منقلف حكومة خلال اشهر واشهر الا ما نجيب جبران حتى لو جبران صائد بالانتخابات بنقعد ثلاث سنين برا رئيس جمهورية لانه بدنا فلان وجابوا جبران وجابوا ميشيل عونر مع حفظ الاقاب رئيس جمهورية بس قدروا سيطروا على البلد بالمعنى الاساسي هن الأقوياء بالبلد بس ما سيطروا على البلد وما رح يقدر حدا يسيطر على التاني اتجربت بالمرونية السياسية اتجربت بكل شي ما حدا نقدر سيطر على التاني ولازم يفهموها كل شي قدروا عملوه انه خربوا خربوا البلد بعد 17 سنة رأيك بالنسبة للي من اول يوم كنت كنت عم بعمل سياسة وقتها انا عندي انا عندي سئة بالمحكمة الدولية انا عندي سئة بالمحكمة الدولية اذا واحد بيقرأ مظبوط نظام المحكمة تعالى ما كنت هنا ابدا معركة المحكمة الدولية ديانا استلعت سمت شخص واحد هو اساسا حتى تقدر هي اساسا حتى تطلع محكمة دولية بدأ قرار مجلس امن اذا في فيتو واحد ما بيطلع القرار بقى صار فيه اذا بدك اتصالات مع الكلت يشوفوا باي صيغة فيها تمرق هالمحكمة حتى ما يكون عليها فيتو كان فيه فيتو صيني كان فيه فيتو سوفياتي روسي بدي يقول روسي وكان فيه ما بعد حدا تالت عم بيقول ممكن بكفي انه واحد يقول لا حتى ما تمرق بقى وقت اللي وصلوا لاتفاق انه ما بيسموا جهة سيئسية ولا بيسموا نظام كنظام بس بيسموا الاشخاص مشينا فيها لانه هاي الصيغة الوحيدة اللي بتمشي مشينا فيها تسمى شخص وشخصين وثلاثة هؤلت شخصة وشخصين مش لهرين من الرهبة المرونية تابعين لحزب معين تابعين لحزب معين اكيد تابعين والحزب معين ما نفى قالوا انه هالمحكمة مصيصة اوكي طب اوكي اصبح بالنسبة للي محكمة دولية عملت وجباتها مثل ما هو القرار طبعا مجلس الامن هلا اكيد كل العالم كانت ناسي بتذكرها كان بدأ انه تعطي تفاصيل اكتر وتفوت وتسمى اكتر من هيك لانه اغتيالي بهالحجم يعني طبعا وتفجير بهالحجم اكيد ما بدأت تطلع بابن عياش ما بدأت تطلع بشي اكتر بس بدك تشوف ابن عياش لشو بيرموز هاي القصة اذا بنستذكر شوي عن رئيس الشهيد كنت عم بتحكيني تحت الهواء انه كان تلقى تحذيرات قبل بنهار واحد من اختياله بمغادرة لبنان رئيس الشهيد خلينا اقول لك يا سيد ديانا من محاورة اغتيال مروان حمادي كان عارف انه هاي دي كمان رسالة لقله ولو وليد جوبلاط ولو مروان وكان يقول رئيس الشهيد ما بيرجعوا بيعملوه لك يا دولة الرئيس ليش كان مستبعد هالموضوع كان مستبعد لانه كان يقراها هو بالسياسة كان يقول مرة قال لي كنا مش قال لي لحالة كنا مجتمعين عنده عبكرة الصبح بكير قال اذا هلأ اني وقف قلبي اما كنت مرة بالطيارة رايح بالزيارة وفقعت فيه الطيارة بينبسطوا ناس كتير بس انه حدا يجي ويعملها فيه ما رح يعملوه لانه ما بيتحملوه سياسيا وما بيتحملوه اذا بدك وجودهم بلبنان عم بيحكي عن السوري عم بيحكي عن السوريين وقتا ومدرجوه بينجبروه وينسحبوا من لبنان بيقوم احد الناس كان معنا بيقول له دوت الرئيس اذا نسحبوا من لبنان بس في عندهم ممثلين ومسلحين بيقوة كمان بلبنان حسب الله ما جاوب الرئيس العريري بس بعرف انه في كتير سفرات في كتير اصدقاء له ان كان بالبلاد العربية ان كان بالبلاد الاوروبية ان كان عند الامريكان وينما كان كانوا عم بينصحوه انه بهالفترة يبتعد عن لبنان خاصة انه هو ما كان رئيس حكومة بس كان هدفه يربع انتخابات 2005 رغم القانون اللي كانوا عم بيحضروا اذا بذكري بطريقة انه ما يقدر يعني ما يقدر هو يربع الانتخابات هو كان حاضر كان تقلو انه رغم القانون هاللي بدون يصوتوا عليه وهاللي كنا عم ندرسه نهار الـ 14 باط كنا بالبرلماء عم ندرس هالقانون بالذات والرئيس الحريري ذكر الصور قاعد هو عم بيتضحك مع باسر السبع ومع الكل اللي بدرجوه انه شو ما يعملو هنربع انتخابات هو ده راح يتلصر شو بتستذكر بعلاقتك فيه اكتر شي اليوم لكن انا علاقتي فيه ما كانت علاقة كتير بمعنى شخصية ما بحياتي فتت معه ولا حكيت بامور شخصية معه ولا بامور حياته الخاصة اما عائلته اما ولاده اما شيء مرة بلا سألته انه بحياتك دوت الرئيس انت ما يعني منك متل بقية محضر شي ولد من ولادك محضر كله عم بيحضروا ولادهم فلان بده كذا وفلان بده ابنه هذا بده ابن ابنه وقال لي انا ما بريد ابدا انه ولاده يعملوا سياسة لو ولادي بدون يعملوا سياسة كانتش كنت عادتهم حدي هون بس متل ما شايف ما عندي حدا حدي هون لانه البلد هيدا سياسة فيه بتواجع راس كتير وخطرة كتير هيدا القلية وبرأيك ارث رفيق الحريري ذهب اليوم نتيجة عدم الحفاظ عليه مش معنيتها الحفاظ عليه لا مراح عدم الحفاظ عليه لكن بدك تشوفي كمان شو بدك تتذكري من هالك رفيق الحريري اجا بعد حرب اهلية دمرت لبنان كلفت 150 الف شهيد تهجير يعني مذكرين حرب الجبل واشتريح اسرائيل 82 قصف الاسرافية قصف زحلي اجا هو بعدين ما هيدي بقى هو كل هدفه كان رفيق الحريري ما ينزل نقطة الدم بعده كان بده وهذا اللي عم بيقوله سعد الحريري يعني وقت اللي وقت اللي انسحب من السياسة اما موقتا بعد 17 سنة ايه هو شو عم بيقول عم بيقول انا كل شي بدي كان انه زبط البلد من جهة الاقتصاد ومن جهة تانية اتفادى الحرب الاهلية بالبلد خاصة من بعد ما صار بكل بلاد العربية الربيع العربية وداعش وبدك يعني اتفادين الحرب الاهلية من قدم تنازلات برأيك يعني هيدا 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 خيار بدك هيدا خيار بدك انت تتقرري بدك تشوف هالخيار هيدا لازم الناس كمان تعرفوا يعني انا انا من الناس اذا اجوا قالوا لي بدك تعمل حرب اهلية انا بقول ما بعمل حرب الاهلية لانه شفت الحرب الاهلية شو عملت انا جيل طبعي جيل الحرب يعني بلشت الحرب الاهلية كان عمري 20 سنة هالمبرر يعني ما في شي مبرر ما فيك تقولي اليوم بعد كذا بدك تحطي حالك بوقتها يعني بعد اتفاق الضوحة كانت طعن كتير قوية بظهرنا يعني جينا وقلنا انه كان اتفاق مهم ومدرش ولا اتفاق الضوحة كانت طعن كتير بدهرنا ليش من وراء قصة من وراء قصة السبعيار اوكي يعني كان اذا بدك نوع من الانتصار بين هلالين العسكري لحزب الله بده يجرب كان يترجموا لانتصار سياسي ما قدر ترجموا بالانتصار الكامل اللي كان بده ييه اخذ شوي اكتر يعني هو اذا بذكر التلت المعطل بمجلس الوزراء بس كانت العملية يعني كان السعودية موافقة وكانت قطر اكيد كنا هونيك أنا كنت موجود بالضوحة يعني المجتمع الدولي بتحسي من وقتها انه المجتمع الدولي والدول العربية طلع دينهم من لبنان يعني انا ما بقدر بنسى الخطاب طبع رئيس الحكومة وزير الخارجية بالجلسة الافتتاحية بالضوحة اللي قال كان حمد بن جاسم قال الله يا دني متل ما بتقوله باللبنان انه نحنا نظام ملكي بدنا نحنا نجي ندرس نحنا وياكم كيف تعملوا هانو انتخابات احنا حسيت حالي سوس وصدت اطلع بكل هالزعمة اللبنانيين كانوا كمان اقل من سوس شو هل يعني استاذ مدرسة بيفوت بيحكي مع تلميز الصغار ما بيحكي هيك يعني اهانة اكتر من هيك ما فيه ومزبوط معه انه هنو ما بيعفشوا انتخابات بالقطر بدوا يعلمونا نحنا كنعم انتخابات ونحنا عملت بيع انه البلد الوحيد العربي اللي في انتخابات وديموقراطية من شان مقعد هون اما مقعد هون اما مش بس بس القصة كانت انه بدهم كيف مكان يلفلفوا سبعة ايار بطريقة انه ما ترجع تنعط هاي دي اللي صادت ليش انكفأت عن العمل السياسي لانه شفت انه السياسي بطلت يعني لك انا عملت عملت نيب عملت عملت مثلا شغلات كتير عجبتني بلجنة المال والموازنة بلجنة الاقتصاد بلجنة الزراعة استلمت رقاسة لجنة الاقتصاد فترة طويلة بعد استشهاد بس فلاحان وكان الشغل غير الشغل اخر مدة يعني كنت فعلا عم بتحسي خاصة انا ايه على ايام رشاهيد انه فيه وراكة موتور عم بيدفشك انه بدنا نعمل شي يعني وتبفكر انه وانون الاتصالات وانون الكهرباء لو اتنان لو اتنان طبكوا ما كان مليار ما كان دينا هلأ اكتب من عشرين اما ثلاثين مليار دولار وليس ميت مليار دولار كنا نشتغل لساعة واحد اتنان بعد نصليل بالبرماء واحد تفتكر واحد تفتكر حدا كان يحكي سياسة ما كنا نحكي الا مال وارقام وهي دي منيحة ومش منيحة يعني فعلا كان شغل حلو كان البلد وضعه احسن بكتير من هلأ وكان الولد وضعه اكفب بس انتمهي البلد سنة الالفان وقت اللي جينا على الحكم مش انا وقت ايجا الرئيس الحريري على الحكم من بعد حكومة الرئيس الحص سنة الالفان بقهد اميل الحود كان البلد على وشق الانيار التام من وقتها كان باقي مصاري تدفع ستة شهر ما عاشت شو عامل الرئيس حط كفالة شخصية وحط مصاري هذه ما حدا بيعرفها نعم وحكي مع اصدقائه يلي هن كانوا شراك والكل عملوا مؤتمر بريز واحد تحضيرا لمؤتمر هلي هو اعلان نواية اصلاحية ساعدوا شوية بشوية مال حتى نقدر نضاين عمل مؤتمر بريز اتنين مع برنامج هالقد وكان هالمؤتمر بريز اتنين نجاح ما كان حتى الرئيس الحريري ولا رجعك شراك اتوقعوا اتوقعوا انا مذكر وقت اللي رجع الفريق الرئيس الحريري على بيروت نحن نطرناه بقريته فات الرئيس وبتعرف الزئيفة الزئيف ومدرشو وبرافو وكذا وقدر لم سبعة مليار دولار للبنان وقت اقتار ووفقين على الإصلاحات اللي بدنا نعملها وكل شي منهم هالقانونين عم بيحكيك يا عنون بعدين بعد ما فلت الناس فتنا عادنا بمكتبه وهيكي بعد اخد الريموت كنترول وصار يحت تلفزيون كنا ثلاث أربع خمس شباب عادين عندهم مدرشو قالنا له مبروك دوت الرئيس فعلا كان مؤتمر نجاح شو قال قال بعد نجاح غير متوقع من هالنوع الله يسطر شو نطرنا مم ما في جمعتين ثلاثة سقطوا له حكومته كان خايفين من الحرطات ما في جمعتين ثلاثة سقطوا له حكومته جبروا هون بلاجة التهديدات يرجع على رئاسة حكومة ما قلو حدا فيها من بعد ألف اتصال من كل دول العالم حتى قبله بوزارة المالية لفوقت سنورة كان ممنوع ينجح أبدا ووقتها قانون الاتصالات كان خصخصة كتاعة الاتصالات لأنه تبيعي رخص جديد للسليولير ويكون فيه ثلاث شركات لأنه وقتها كان فيه بانسال وسليس صاروا على وشق يخلصوا بدك نجيب ثلاثة بعدين اتنان وكتاعة خاص يجري مثل ما كان قبل أمموا عملوا العكس الخصخصية اللي هو التأميم أمموا شبكة الاتصالات صحية للدولة وجيبوا لك وقتها أم تي سي ومدرشو تعالش عيديره يعني بالنهاية الدولة حطت إيد عليها يعني البرغة اللي كان حقه مثلا خمس دولارات بيجيبوه كانت شركة خاصة صارت الدولة عم تشتري بخمس وعشرين دولار لأنه عندك عشرين دولار فساد بيروحوا من هون ومن هون حتى تشتري البرغة من هون ومش من هون نشو حتبع معك أستاذ نبيل ولكن ستوقف مع اتصال من الكاتب والمحلل الاقتصادية الإعلامية سابين عواس سابين مساء الخير سابين عم تسمعينا عم تقولك مساء الخير لك والمشاهدين والصديق نبيل مساء النور حضرتك عصرت الرئيس الشهيد يمكن كنت كمان من الأعلميات المحببة على قلبك كنت تعمل مقابلات حصرية أيضا كان يختارك من بين كتار لتحاوري بالاقتصاد وأيضا بالسياسة شو بتتذكر اليوم من الرئيس الشهيد يعني شوف نتذكر أساسا أننا ما نسمينا صحيح مرأ 17 سنة ولكن بالأداء اللي عم نشهده بهال 17 سنة اللي قطعوا ما بيخلوك ولا يوم أنك تنسي هذا الرجل الاستثنائي اللي مرأ بتاريخ لبنان ولكن اليوم أكتر شي بحز على قلبي بهذه الذكرة أنه يمكن بـ 14 شباط 2005 اغتياله رفيق الحريرة كرجل كإنسان ولكن اليوم تشعر أنه استكمل مشهد الأغتيال ليس فقط على المستوى الجسدي وإنما على مستوى المشروع السياسي المشروع الاقتصادي اللي بتحسي اليوم وتفهم اليوم أكتر ليش تم اغتيال رفيق الحريرة من 2005 ولكن يمكن حجم رفيق الحريرة كذا مكان كبير احتاج اللي أتلوه ألف طن من المتفجرات اللي يقتلوه واحتاجوا 17 سنة ليقدروا يدمروا مشروعه السياسي والاقتصادي أنا بتمنى أنه اليوم بهذه الذكرة ما نكون عم نتذكر وما نعتبر أنه فعلا هذا المشروع أو كل اللي بني رفيق الحريرة انتهى اليوم مع ممكن نقول مع تعليق العمل السياسي لنجله ولكن نتمنى أنه ما نوقفون لأنه يعني هو عم تحكي هلأ أستاذ نبيل كمان هيك نرجع نتذكر وأنا بدي زيز لقله وقله أنه أنه يمكن كنتوا ناطرينه بقريسة ليقلكم أنه الله يسترنا بعد بريز أثمين نحن نحن وريجعين معه بالطيارة نحن عم بتغط الطيارة قال يلا حضروا حال هلأ للي ناطرنا المشكلة ديانا اللي نحن واجهناها بهول السبعة عشر سنة أنه لما تختالي شخص لما تختالي مشروع وتكون عم بتكمل باختيال كل النهج اللي وضعوا من دون ما تقدم أي بديل لبناء الدولة لمشروع بناء الدولة هو هذا الخطر الكبير اللي اليوم نحن عم نشوفه تحمل كثير الرئيس الحريري حتى من بعد استشهد به السبعة عشر سنة اللي مرأ تحمل كثير من اتهامات ظهرت على ظهرت أو بالأحرى حجم الحقد والكيدية السياسية اللي بدي يوم بعد السبعة عشر سنة وبحب وقف عندها أكثر من اتذكر البرحلة اللي عاش بيها انه لما ما بيتقدم مشروع بديل لما ما بتتقدم مؤربات جديدة لتكملي بالخط بتترجيك انه كل اللي صار صار مش لأنه المشروع الاقتصادي اللي قدم واللي تهم انه هو اللي حمل لبنان ديون هو اللي راكم على لبنان السياسات الهدر الفساد وكل هذه المنظومة والكلام اللي صنعناه انا اللي بدي اقول اليوم انه اللي نحن وصلنا له هو نتيجة تراكم التعطيل وليل تراكم السياسات يعني انهار البلد مش لأنه كان في سياسات خاطئة السياسات اللي موري في دي وقته فرضت الظروف بالبلد لبنان كان مدمر كان طالع من حرب اهلية اللي ممنى ننساها وكلفة اعادة الاعمار والبناء واعادة احياء مؤسسات الدولة المدمرة بالكامل كانت مضبوط يمكن مكلفة ولكن لو نجحت المؤتمرات المساعدات الدولية الدعم اللي اتى في رفيق الحريري بسبب حجمه بسبب فكره بسبب رؤيته للمستقبل رفيق الحريري ما توقف ولا يوم وانا ما بتذكر بكل السنوات اللي رفقته فيها حكي فيها عن الماضي ولا مرة تذكر فيها الماضي او استعاد فيها الماضي الا كان دايما يقول بدنا وبدنا نعمل وبدنا نشوف كان دايما رؤيته للمستقبل ولا مرة عاش بتراكمات الماضي بينما نحن بهو 17 سنة عشنا بس تراكمات الماضي وتراكمات التعصيل لو نجح بريزة 2 ومن بعد ما اغسيل الرئيس الحريري لو نجح بريزة 3 كنا اليوم هون ابدا ليش برأيك ستسابين ليش برأيك ممنوع كان يحق رفيق الحريري مشروعه لأنه يعني شوفي إذا ما نحك على المستوى الداخلي أنا برجع بقلك أنه كان في صراع على النفوذ صراع على النفوذ ومنع نفوذ رفيق الحريري أنه يتمدد وأنه يفرط حاله الانتظام اللي أخرج جبنان من كبوته إذا بدي أحكي على المستوى الإقليمي نعرف أنه اليوم بنفهم أكثر لماذا غتيل رفيق الحريري يعني اليوم اللي عم نشوفه واللي عم بيصير بالمنطقة بنعرف أنه غتيل لهالأسبال مش بس لأنه هو رفيق الحريري يذلك اليوم حد كل سنة بـ 14 شباط قولي نقدر تكون هذه المرحلة مرحلة إعادة قراءة استخلاص عضر لما تخلي هالشي يموت فعله بموت رفيق الحريري لأنه هو أرثى نهج أرثى مؤربات يمكن اليوم تختلف المؤربات يمكن اليوم وضع بالبلد يريد مؤربات مختلفة ولكن إن تطلع على هالمؤربات بدأ حسنية بدأ إيرابة بدأ رجال دولة واليوم لا حسنية موجود ولا الإرادة موجودة ولا رجال الدولة مع الأسف موجودين الكبار في لبنان انتهوا مع الأسف يعني بقولوا وبيواجع لا لأنه ما عم بسمح حدا اليوم بأي خطاب من خطابات السياسية عم بينظر لنختقبل لبنان ما حدا عم بقدم رؤية للبنانية أنا بس بيقلك لو كان لو كان رفيق الحريري هنا اليوم كان بيخلي 80% من شعبه يعيش بالفقر أو يكون فقير أو إنه تكون بيروت وطفية مثل ما هي هلأ بيروت اللي عشق واللي كان حاملة ودير فيها بكل عواصم العالم بعواصم الأراب نحن كنا نسفر معه كنا نسمعه كيف يحكي عن بيروت كنا نقول إنه لو العالم ما بتعرف إنه بيروت هي عاصمة ببنان بيفكروها بيكون فكروه عاشق بيفكروها بيحكي عن بسي بيروت بيروت اللي حبه واللي بالنتيجة يعني مات بأرضه بالمحل أكتر شي حبه لحفرت هالحفرة الكبيرة اللي دلت على حجم الحقد اللي كان موجود بقلوب الناس اللي مبدأ تشوفه في لبنان بالنظرة اللي كان يشوف فيها رفيق الحريرة لبنان مع الأسف يعني فاليوم إنه نوصل للانهيار لأنه لأنه الأخصام اللي مبدن لبنان على صورة رفيق الحريرة هم اللي وصلوا لبنان للإنهيار مع الأسف في عنده مداخلة أستاذ نبيل على كلامك ست سابين لا الكلامة اللي قالته ست سابين أكيد كلامة يعني تعرف هي سابين قديش بنفكر نفس الشي نحن وياها بس قالت إنه ما عاد فيه رجال دولة بيقدروا يعملوا خرط الطريق لوين رايحة لبنان بلى فيه رجل قالنا أنه رايحين عجهن ما وصلنا عجهن ما يتنجح يعني مع الأسف مع الأسف ما حد اليوم يمكن ناس ما بقى تحكي بالإبراء المستحيل ما بتحكي بالأمور اللي اللي عايشناها بفترات طويلة نحن وكنا نعرف إنه التعطيل ينتظر هذه المشاريع كل المشاريع البناء الأعمار الاستثمار نسمع لي أنا بدي أرجع أذكر كمان لبنان بعهد رفيق الحريرة ومن الأولى بعهد رفيق الحريرة عارف نمو عارف اصدهار اللي بني عارفه محفوحة هلأ اللي بيسمعني يمكن من الأخصام بيصير يقولوا إنه بسيدة كله راكم دان هو راكم دان لأنه من عمل شي بالمقابل لأنه من عمل إصلاحات لو العمل في إصلاحات اللي كان عم بيشتغل عليها هو واللي كان عم بيقدمها بالأوراق اللي تقدمت للمؤتمرات الدعم إن كان ببريزة 2 أو حتى بعضين ببريزة 3 اللي كانت استكمال لأنه بريزة 3 صار بغرين من بعض إصلاحات الرئيس بحريرة وتسمي له عمل يو عم بيحضر له ما كنا اليوم نحنا هون أكيد ما كنا اليوم هون وأنا بلنك اليوم أكتر ناس عم تتذكر رفيق الحريرة اليوم وفي دمعة بعينه وفي حرقة بقلبه من الناس اللي كان يتطلع فيه واللي كان حاسس معهم واللي كان حاسس بوجعهم واللي اليوم جاعوا واللي اليوم فقروا واللي اليوم ما عندهم فرصة عمل واللي اليوم أفقهم الوحيد ويطلعوا في الصور ويهاجروا هذا ما كان ما كانت آبدا أبدا مني ترفيق الحريرة أنه يروح بلبنان على هذا المشهد لو كان هو مع الأسف اليوم أكيد ما كنت بتشوفه اللبناني نيجي عنين اللبناني عم تكتسروا الزبالي لا يأكلوا عم يدر معفرة تتعامل بأي ثمن خارج البلد الكاتبة والمحللة الاقتصادية سابين عواز شكرا لألك على هالمداخلة يعطيك العافية سيد سابين السيد نبيل يعني لو كان رفيق الحريري موجود يا سيد نخليني أنا هيدا السؤال هيدا السؤال بيقولولي لو الرئيس الحريري موجود هو كان عامل ما هو أساسا غتيل لنوصل لهون لو ما بدون هاللي أتلوا أنه نوصل لهون ما كانوا اغتلوه يا عم يا عظم خلينا نكون واضحين كيف كان أنقذ لبنان من الوضع الراهن؟ اليوم كان عامل اللي عاملوا بالألفين بدي أتذكرك يعني معلي شي اليوم في شي مش عم بيستعمل كما يجب بمحطات التليفزيونية كلها هي الأرشيف أنا بدي أتذكر برنامج كلام الناس سنة الألفين وواحد مرة مع الرئيس الشهيد ومرة مع الوزير وقته فؤاد السنيورة كانوا عم بيقولوا في برنامج إصلاحات حضرنا للمؤتمرات خاصة لبريس 2 وقته عم نحضر بريس 2 يلي هني واحد واحد يا جماعة إذا ما طبقناهن هلأ البلد رأي على انهيار ورح نصفر ننجبر نعمل إصلاحات بتوجع أكتر بكتير من المواطن المواطن من هاللي عم نطلبه هلأ هيدا كل الكلام انحكى معني شي يعني وقت اللي انحكى بـ 3000 ليرة زيادة على تنكة البنزين وكانت دولار بـ 1500 يعني معنى شي صحيح ام مين يقول هـ 3000 ليرة بزيادة رح يحرقوا البلد وصلت البنزين للـ 35 وـ 40 ألف هـ 3000 ليرة زيادة لو نحطوا وقتها تنكت البنزين كضريبة صدقيني انه كان ساعد لبنان ماليا كتير واقتصاديا كتير يعني كان فيه مشاريع كلها أنا عشو نزلت على الانتخابات بالألفان أنا الرئيس الحرير كنت شايفه مرة بحياتي بالألفان قبل مرة بحياتي شفته مرة عادت أنا ويامل شان الموضوع مخصه شي بالسياسة مخصه شي بالسياسة ولكن حسات وقت اللي قالت له انه الطلب مني وقتها يترشع انتخابات البلدية وما مش الحال وقتها الله يرحم وفؤاد بوتروس قال لي شو بعدك بها الشغلة كان وقتها يساعد الرئيس بالنيابي بعت وراي قال لي بعدك ناوي قلت له إذا معك أكيد دوت الرئيس أنا ناوي يعني إذا ببرنامجك كان كاتب بالكتاب اسمه برنامج وطن هاللي بيقرى هالبانفليز غير اللي هو برنامج وطن يعني الإصلاحات اللي مفروض تصير مش من شانه اما من شان المواطن اللي بناني يحس حاله انه فعلا هو بني آدم منه حيوان صحيح ما قدرنا عملنا شي منه ما يقولوا لها الأقنية ما تحكي متل ما حكي الرئيس الجمهورية ما خلونا وقته فعلا ما خلوه وقت اللي شافه رح يربح الانتخابات مع البتركسفير ووليد جمبلات راح طب اللي كمل المسيرة ما بينليم انه أخطأ بمراحل معينة يا عم هاللي كمل بدأي قلك شغلي شيخ ساعد الحريري وقت اللي استلم بناءا لقرار دولي انه بيستلم جمعنا عنده وقال أنا بدكن تعتبره جاي على حق اللي أنا ما بعرفه بعد لانه ما كان قاعد بلبنان وبدنا نتعاون كلنا سوا حتى نشوف كيف نقدر المرحلة انه هلأ المرحلة راح تكون أصعب من قبل الاختيار وواضحة هيك صار هو رشح نفسه هلأ بقى مش هو رشح نفسه رشحه وقت الملك السعودي وجكشيراك انه لازم يكون في حدا من الملك رغم انه برجع بقلك الرئيس الحريري يا الله يرحمه ما كان بده انه ما كان يحبش اسمه الوراة السياسية ما كان يحب يقول انه فلان لانه فلان كان هيك رعاية نبيل بده يكون هيك ما كان يحب الشغلي ايه دعم قال لي اياه ايه اوكي كان هو حاطت براسه انه بيعمل بعد نايب مرة بالالفان وخمسة وخلاص وبعدين بيقعد عجنب وبيساعد ناس جدا اللي بده ان يفوتوا بالمجال السياسي حتى يكون فيه عطول شباب مشان هيك التيار طبعه كان يسميه المستقبل متل ما قالت سابين كان ما كان يفكر بالماضي يفكر بالمستقبل ويكون يقول ممنوع نفكر بالماضي لانه الماضي كارسي بدنا نشوف ناخد عبرة من الماضي حتى نشوف كيف بدنا نقع بنفس الاغلاط حتى نروح للمستقبل اصبح تجي عن ساعد الحريري انا مثلا ما اتفقت مع الشيخ ساعد وقت اللي وقت اللي مشي برئيس الجمهورية لانه انا معرف مين رئيس جمهورية من زمان وانا ما اتفقت معه بقانون الانتخابات هلأ هو عنده استراتيجية تبعيته يلي قال قال لا وقت اللي عمل خطابه الاخراني قال لا انا عملت وضحيت وضحيت حتى وقت اللي مشي بجنرال عون عمل خطابه الشهير قال انا عارف حالي فيت على ممكن على نهيته ووسطت على نهيته بس كان بيعتبر ما في خيار تاني مفروض انه هالكرسي المسيحية هاللي كان صار لها ثلاث سنين فاضية انه تتعبى وخاصة انه سمير جعجا كان مشي بميشيل عون لو كان رئيس الشهيد عايش وشاف كيف مسيرته يعني ما تم الحفاظ علي بها الطريق برأيك شو كان رح يكون رأيه؟ اساسا لو كان الرئيس عايش ما كان ساعة الحريري اجي على لبنان يشتغل وما كان هلقني برك الشيخ بهاء عم بيفكر يعمل سياسة باللبنان ما كان بده ولاده يعملوا سياسة كان بده بس في مسيرة كيف بدنا نحافظ علي اذا ما حدا من بقى الحريري استلم مدروري مدروري ما كان بقدر يستلم انتبهي رفق الحريري ما كان بده شي يسموها الحريرية كان عنده مشروع وهذا المشروع للبنان الجديد اللي كان بده اياه يلي هو باتفاق الطائف مين ما كان حدا يكون معتدل حدا يكون فهمين حدا بيمرق مصلحة بلده اما مرة انا مع احد اللي بيعمله حالهم وبيمسله هنا المسيحية بالبلد انا مسيحي لانه وبصلي بيدي عوجي قال يا عم علقنا ببعضنا شوي بالسياسة قلت له الفرق بيني وبينك يا حبيبي انه انت مسيحي لبناني انا لبناني مسيحي انا موقتها بعمل سياسة بعمل سياسة لبنانية وطايفتها مسيحية دخلك قدي هجمه على على الرئيس الحريري وعلى بعدين ساعة لال2009 وكذا انه النواب المسيحيين هاللي بالكتة المستقبل منهم المسيحيين مني وجر طب اياه انون مرأ بمجلس النواب بعهد باياه زونا ضرب المسيحيين اي انا اما ضرب مافي مimesه واحد اما ضرب المسلمين مافي مافي شو بدكون بدكون تحكو مسيحي قبل لبنان بدكون تحكو سنة قبل لبنان بدكون تحكو شيعي قبل لبنان بدكم تحكوا درزقة بين لبنان ما بيزبط لبنان بدكم تحكوا لبنان وبعدين شوفوا انتوا طيفكم برأيك بيقدر يحافظ على مسيرة رفيق الحريري الشعب الشعب وقت اللي بدروا على الشعب بده زعيم يا عمي ما بعرفه هو بكن يحب كلمة الزعام بس هو كان زعيم مش هو طلب يكون زعيم عمي قللك الشعب اللي عمله زعيم على الشعب اليوم يرجع يعمل زعيم بنفس التوجهات اللي عنده إيها التوجهات مش هي بس المساعدات الاجتماعية أما مؤسسة الحريري أما شيئا ده كله بيساعد التوجهات هن هيدا الكتاب اللي عم بيقلك عنه برنامج وطن هو رؤيته اقتصادية هو باريز ثان باريز ثلاثة ثلاثة مثل ما عم تقول سابين كان استشهد بس كان صار كمان اشتياح اسرائيل بس 2006 هاللي عملت باريز ثلاثة بس اليوم برجع بيقلك اليوم بدك يكون فيه قبل كل شي رأيلك أول ما بلشنا مع الرئيس الحريري والله يرحمه بالألفان بأول اجتماع كتلي عملناه عنده بقريتي قال ليكم نحنا على جبيننا لا منحط لا إله إلا الله ولا منحط الصليب نحنا منحط لبنان ومنحط تحته ثقة نحنا لازم نربح ثقة الناس مش رايين نربح ثقة السنة مش رايين نربح ثقة المسيحيين جايين نربح اللبناني ثقة اللبناني اليوم هيدا الثقة انفقدت ما في ثقة بحدا اليوم أنا أنا صار لي هالأني خمس سنين تارك السياسة تقريبا ولا عم بعمل ولا تصريحه إذا بتقري تصريح عني آخر خمس سنين تعلي ليه خلاص يا أكيد لأن ما عد فيه سياسة بالبلد ده مش سياسة هيدا صارت طائفية وهالأنون الانتخابات سوء أفرس هذا حطيط العنايب حطيط العنايب بالأشرفية بدو يحكي بالإنجيل وهي داك بدو يحكي بالقرآن يا خي أنا بدو يحكي بالدستور على إياس مين نعمل أنون الانتخابات؟ نعمل على إياس على إياس التيار الوطن الحر القوات اللبنانية وحزب الله وصعد الحريرة أو أسحاله مثل ما شايف شفنا نتيجة الانتخابات مقوة التيار المستقبل كانت بالزمنات إنه إذا بتعدي على طولة الاجتماعات التيار يعني هي وحدة من الأخطاء كمان أكيد أنه هذا أنون الانتخابات أنون الانتخابات هذا كتير خطر أخطر من الانتخاب الرئيس الجمهورية الرئيس الجمهورية عنده مهلة زمانية أما أنون الانتخابات بيظلوا سير المفعول لمال ما تنتخب ما تصوتي أنون جديد كيف بدك أنه اليوم الأقوية اللي صاروا أقوية وصاروا أقوية وسيطروا على البرلمان يقبلوا ويغيروا الأنون نين جبولي هيدا لازم الرئيس الجمهورية بده يكون المسيح القوي ورئيس مجلس النواب بده يكون الشيع القوي ورئيس مجلس الوزراء بده يكون عم بفهم مما واحد فات على البرلمان أنا وقت بده يروح صوت على قانون بدي أفكر هذا القانون المسيحية هذا القانون لليبنانية يعني عم بقلك كل هال ليش رضي فيه برأيك سعد الحريري لأنه كان بده كان عم بيقول كمان مثل قصة الرئيس عون أنه ما فينا بقى نجدد كمان هيدا قالوا علاقة بتجنيب لبنان الحرب الأهلية فيها تقعد لأنه كنا وصلين كمان على تجديد تالت لنفس البرلمان مشان هيك هو أخذ الخيار أنه بحيال لقانون بس بقيني يكون فيه انتخابات لأنه كان فيه ضغط دولي وضغط أجنبي وضغط البدكيه أنه لازم تعملوا انتخابات قانون بتدبروا حالكم ما كاي بيقدر يجي يقول أنا شو شو يعني مش عم دافع عنه برجع بقلك أنه هيدا الانتحار الكبير قانون الانتخابات وبرأيك الانتخابات رح تصير أنا برأيه اليوم ما فيش سبب أنه ما تصير الانتخابات ليش ما بدأت تصير الانتخابات لأنه أنا شايف الانتخابات رغم المجتمع المدني هلي يعني عم بيتحرك بس ما أنا شايف بعد أنه في مشروع موحد وعم نقرب الانتخابات ما رح يقدر فعلا يربح الانتخابات بالأول كان فكره بيربح الانتخابات هلأني صار هدفهم يخرقوه ويفوتوا ويكونوا من جوه ويعملوا معارضة من جوال هي طبيعية هيك لازم تصير مشان هيك أنا بقول اليوم حزب الله بيقول للمجتمع الدولي أنتوا جيتوا ماكرون جيت على لبنان وكل شي طلبت أنه يكون فيه انتخابات يا سيدنا البترك كل أحد وقته بتحكي بتحكي أنه لازم تكون انتخابات بوقتها نحن مع الانتخابات أكيد مع الانتخابات بيرجعوا بيطالعوا تقريبا تقريبا نفس الأعداد بتخسر الطيار الوطن الحر بيقصر من هون القوات بتقوى شوي من هون طيار المستقبل فارط لأنه شفنا شو صار ما حدا ما عد فيه شي اسمه طيار المستقبل من البديل ما فيه بديل هلأ بوقت الحاضر ما بيين برك الانتخابات بتبين أنه فيه شي بديل أنا عم بيحكي انتخابيا أوكي معناتها أنه كمان السنة ممكن يتشرزموا معناتها القوي الموحد بيضلوا بسيطر لصورة الشياء بالوقت الحال إيه إذا بتعملي اليوم بتشوفي بالجنوب بتطبيب عالبك الإرميل بهالمناطق بتليه إيه 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 يعني إذا خسر نيب من هون أما خسر نيب من هونيك مش هيده اللي هتعمل الفرق أنا هيدا الخايف منه أنه ما فيه تغيير أنا خايف منه إيه أنه بيجي بكرة الرئيس ماكرون قال نحنا جمعناكم بأصل سنوبر وإن للكم يلا ما قلكن طريقة تغيره إلا بالطريقة الديمقراطية عبر الدستور يلي هي الانتخابات عملتوا انتخابات من هن يكون ما تغير الشعب قرر هيك نحنا شو من نعمل أنا هيدا الخايف منه ستديانا مشان هيك مشان هيك أنا رأي فيه انتخابات بس رح تطلعون هن ذاته خايف إن شاء الله إن شاء الله يكون غلطان لأنه أنا كانوا يقولوا عني ببيت الوسط آخر المدرشو إنه أنا متشائن كتير إجا البومي بعد شوية رح يسلموني إنه أنا متشائم لسوء الحاظ التشائم كان محلو أنت حذرت من سنين إنه رح نوصل لهون اي نعم من أية سنة إنه رح نوصل للانهيار الاقتصادي بلشت بالألفين وثلاثة عاش بس اتأكدت لي وقت اللي كنت وزير وفي زميلة صحفية بتشتغل بجريد تليواء بعتت لي بتسعة شباط عنهار عيد مرمرون ما قالي انترفيو صغيرة مني اللي عم بقول فيها إنه رحين على الانهيار اللي رح يكون أضرب من اليونان من وقتها ايه موجودة بجريد تليواء وصلنا وبلشوا العالم يترفنولي بضلك أنت متشائم بتهبط علينا بيوت يا عمي ما فيه أرقام بتحكي بتجي عمجلس وزراء بيقلك فلان بدنا نزفت الطريق لو يا عمي بدك تزفت الطريق من وين بشو عرفني أنا بدي نزفت الطريق عندي انتخابات جاية يا عمي تب وين أي مصاري بدك تزفت الطريق كنا نصرف 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 منو ما نعرف نام بنفوت مصاري كي بدك ما يكون فيها الفجوة طيب قبل ما نختم بي ذكرى 14 شباط شو بتوجه كلمة اليوم يعني بظل الوضع المتشائم أساساً يلي نحنا عايشينهم بوجه كلمة لامين للشعب للناس للناس اللي عم تسمعنا يعني اللي بدون ينتخبوا لا ما فيه وجه حداً بالانتخاب بس أنا كل شي بقدر أقول أنه مشروع رفيق الحريري صار مشروع معروف ما فيه شي مخبط تحت الطولة مثل ما كانوا يقولوا بالأول قالوا أنه رفيق الحريري جاي لأنه في سلم مع إسرائيل مذكري بالتسعينات أنه عارف في سلم جاي يحضر لبنان مش هل السلم يعمل لا جاي يحضر لبنان لها يكون مقاوم بس مقاوم مش الصاروخ ما بعد بعد مثل شو هي دي والمقاوم الاقتصادية فيه خبر قصة قبل ما تختمي أما ما عندي وقت صدت عرفتي هذا الجسر جسر ظهر البيضر الجديد العالي جسر صوفر ندايلة الجريت عمر أنا مقارث تلتطب من الرئيس الله يرحمون هارب عندك تدشنوا كان الرئيس ميقاتي وقته كان وزير الأشغال وقالله يوجهله الخير محمد قباني كان رئيس لجية الأشغال بالبرلمان دعينا الرئيس الحريري نطلع على التتشين كان تأس حلو كتير وسع طلعت أنا ورا بسيارته. هو قاعد قدام ومحمد إباني وراء حدي. والرئيس ميقاتي كان وزير أشغاله. نص هيدا اللي بتشهول حبل الكردون. وطلعنا. وقفنا بنصف الجسر نزلنا من السيارة. سنتطلع صبح حمانا. المنظر اللي بيجنن. اللي اسمه وادة لامرتين. بيتطلع الرئيس الحريري فينا بيقول إذا لا سمح الله صار أي حركشة بجنوب. أول هدف لإسرائيل رح يهبطوا هالجسر. ويكسر. قالنا له هالجسر شو هو؟ ما فيه غير طرقات. ليش جسر؟ قالوا بيجنوا يخربوا لبنان. بيفز محمد إباني بيظن أمر الحريري بيقوله شو منعمل؟ قال له شو منعمل؟ نرجع من عمره. هيدا المكاومة يا حبيبة. الله يرحمه. شكرا لألك النائب والوزير السابق نبيل. السابق السابق. تفرج. اشتايق السياسة. لا فهي قيام سعبة. مشاهدينا تابعوا مع زميلة دونيز رحمة فخري هالطغطية المباشرة بذكرى 14 شباط بعد مرور 17 سنة على استشهد الرئيس رفيق الحريري. شكرا وإلى اللقاء. بيروت عم تبكي مكسور خاطرها الحشارة عم تحكي مكسور خاطرها. بيروت وفيك عمد غمرك هي مدري بحنيك انت اللي غامرها. بيروت وفيك عمد غمرك هي مدري بحنيك انت اللي غامرها. بيروت عم تبكي مكسور خاطرها. لحشارة عم تحكي مكسور خاطرها. بيروت عم تحكي مكسور خاطرها. بيروت عم تحكي مكسور خاطرها. يا غفوة الموجوع يا صحوة الأحلام صار الكلام دموع والجرح ما بيناك يا غفوة الموجوع يا صحوة الأحلام صار الكلام دموع والجرح ما بيناك بيروت عم تبكي مكسور خاطرها. لحشارة عم تحكي مكسور خاطرها. بيروت عم تبكي مكسور خاطرها. لحشارة عم تحكي 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 مكسور خاطرها. أهلا بكم مشاهدينا بهذه المتابعة اليومية بذكرى اختيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد مرور 17 عام بيروت عم تبكي ضيفي في هذه اللحظات صديق الرئيس الراحل رفيق الحريري مروان إحمادي صديقه بمحاولة الاختيال أيضا وصديقه بالعمل السياسي الدقوب من أجل تحرير لبنان بيروت عم تبكي بعد 17 سنة مع علي الوزير يعني اليوم كان يوم حداد عكل لبنان مش بس عالشيخ رفيق يعني اللبنانيين اليوم عم بيبكوا على بلدهم اللي بدأ القضاء عليه باغتيال رفيق الحريري يعني هذا انقلاب متدرج اغتيال على فصول صار بحق لبنان بدأ قبل اغتيال رفيق الحريري بدأت الأجواء بدأت من سنة الألفان قبل الألفان كان لبنان تحت الوصاية صحية وبلش ينتع تحت الوصاية ولكن كان متجه نحو نداء البطاركي صار فيه تطور إقليم مهم هو انسحاب إسرائيل مع انسحاب إسرائيل أغلبية اللبنانيين طالبت أنه الشقيق السوري على الأقل ببلد يطلع على البقاع توطيئة لانسحاب الكامل متى اتخذ قرار اغتيال رفيق الحريري يعني بالتدرج التاريخي والتسلسل الزمني اللي عم تحكيه حضرتك من هذه الأحداث بس أمتين حسوا أنه رفيق الحريري يشكل خطر ومطلوب تصفيته خليني أرجع لموضوع أساسي هو ما بيحبه رفيق الحريري بتقليلي مين ما بيحب رفيق الحريري بقلك المحور اللي ما كان بعد محور ممانعة محقق هلال بالمنطقة ولكن كان معروف أنه في خلية علوية مهمة بسوريا على رأسه ولاد الأسد مش حافز شخصيا ومحمد نصيف أبوائل أنا ذاك وفي كل الامتداد الإيراني اللي بلش اللي بلش مع عودة الخميني ومع عملية تنظيف الساحة في لبنان وهيدي مهمة الواحد يرجع للتاريخ فيه فيلسوف كبير أيل إذا الواحد بينسى التاريخ يكون عم بيحضر حاله تيرجع يعيشه مرة تاني يومتها في قضية الإمام موسى الصدر الاعتدال الوطني اللبناني والإقليمي والعربي والمواجهة لإسرائيل زي حو واللي بيقلك غير إيران والنظام السوري القذافي منفس منفس هو بس من وقته إيران من وقت الإمام موسى الصدر كان المخطط بدأ كان عم بداية تغيير وجه لبنان أو تنظيف لبنان متمعبول تبعية الشاه والمخابرة الإيرانية بعد الشاه نشال كان نشال كمال جنبلاط صحيح بعدين صارت قضية 82 انتخاب بشير جميل تحت ما ظلت ما في شك تدخل إسرائيلي ولكن سرعان ما بلش التباين بين الإسرائيليين والشيخ بشير على مصير اتفاق السلام وعلى امتداد اتفاق السلام هوية لبنان العربي طبعا اللي أصر عليها الشيخ بشير اليوم كمان مشكلة هي هوية لبنان العربي طيب يومتها بتذكر أنه كانوا السوريين غير مكترسين حتى الانتخاب بشير لأنه كان قرار اغتياله متخذ بعد ذلك رحنا عشر سنين من الحروب أو تمان سنين إلى اتفاق الطائف وحاولوا يحطوا جماعتهم في الأماكن وبلشوا دعم حزب الله على حساب حركة أعمال يعني ضمن الحركة المطلبية والميليشيوية رحنا للتطرف على حساب الاعتدال وصارت التصفيات الكبيرة ومنها المجزرة اللي صارت بإقليم التفاح بصور وبالضاحية الجنوبية رح فيها داود داود وغيره من قيادات حركة أعمال بنفس الوقت اللي عم بيلمع حزب الله صار تنظيف لليسار ضرب اليسار ببعضه ثم قتلوا قتلوا الزعمة الشيوعية انحط منظمة العمل الشيوعي جانبا نمنع محسن إبراهيم حتى من الحركة وبعدين نقضوا على رفاق جورج حاوي الكبار كذا مروي وغيره و انتقلنا مع اتفاق الطائف الى حالة كان ممكن كان ممكن مثل ما وصفه الشيخ محمد مهدي شمس الدين تكون فرصة خروج لبنان من الاتون اتهاء الحرب وقف المدافع وقف العد العد اللي هو الخصم الاكبر للوفاق الوطني لانه القصة باللبنان مش انه قدام نصف ولاد وقدام نصف كبار وقدام نعمل شو كان خطر رفيق الحريري على كل هذا المشروع اللي عم تحكي عنه اللي بلش التمانينات رفيق الحريري من وقت ما كنس بيروت ونظف صيدة وبعت بواخر تعطي يعني تعطي اكل وشرب وكذا ويتدخل مع الامير ثم الملك فهد حتى تترجع شوية كهربة لبيروت ماء لبيروت الى اخر كله هذا وبعدين بعد اغتيال الشيخ بشير اللي جمع ببيريز وليد جنبلات وامين جميل ورجع صار فيه حركة تفاوض سبقت للأسف حرب الجبل لانه حرب الجبل بخطط الى اسرائيليا وسوريا مرت لعشر سنين اتفاق ثلاثة تصفية اليسار الى اخرية حزب الله بها الاثناء عم بيكبر عم بيفجر مقرات امريكية حزب الله كان مهتم بالجنوب بالحدود بالحرب مع اسرائيل بالدفاع عن الاراضي المحتلة مين ضرب البناء الفرنسي وروح ستة وسبعين جندي فرنسي مين روح المارين كامبس مين نزل السفارة الامريكية مين خطف الدبلوماسيين السوفيات السوفيات خطفهم الروس الحلفاء حلفاء ناك هولنا بس عم بلك الشغلة على كل الجبهات نيع لتكريس حزب الله تنوصل إلى لحظة حل الميليشيات اللي أنا بتذكر لأنه توليت فيها مسئولية كبيرة اللي كنت وزير بالحكومة اللي حلت الميليشيات ولمت السلاح الثقيل القوات امتثلت بعطت لبرة سلاحاتها وعطت لجيش كمان هون اشتراكي اشتراكي وأمل هل أثناء بقي تحت ما ظلت القتال في الجنوب أو المقاوم حزب الله اللي كان بعده متواضع الحجم بث كثير الفعل وانصبت عليه كل المساعدات رفيق الحريري اجا بعملية تطبيق الطائف سياسيا والبدء اطلاق الاعمار اقتصاديا تطبيق الطائف لو ما العماد بشلعون بصراحة ساعة بده ينطع العراق عن صدام ساعة بده يسمع بوعود حافظ الأسد ساعة كان قائد الجيش سدق السفير الفردسي روني على أنا ذاك انه يا أنا رئيس او لا لبنان او لا لبنان حرب الغاء على القوات حرب تحرير قصف البناطق كله الى آخرين توصلنا للحظة اقليمية مناوئة له انه السوري راح عمل حاله عم بيقاتل مع الامريكان والسعوديين بالكويت مناوئة مناوئة هاي دي عطدتوا هيك وسام وترجمة هذا الوسام انه يا أخي اللبنانيين ما عم ينضبوا كذا نعطيك وصاية ما على لبنان وعلى أساس اتفاق سعودي مصري أمريكي سوري مناوئة بيخلي فيه توازنات بلبنان في تحت مظلة هالتوازنات رفيق الحريري والياس الهراوي سمحوا لحزب الله انه طالما القتال على الأرض اللبنانية لتحريره فهو يبطلق اليدين وادا السوري عم بيأسس من خلاله بس الايراني من وراه عم بيأسس أكتر وأبعد صلنا بعد اتفاق 96 اللي رفيق الحريري وصل مع جاك شيراك مع الدبلوماسية الفرنسية وحافظ الأسد إلى منع إسرائيل من ضرب المدنيين اللبنانيين صف رفيق الحريري معادلة كبيرة إقليمية وصارت شعبيته كبيرة بسوريا هوني بيبلش اللي شعبيته ببيروت تكرست الأمار حتى ثماره ولكن صار شعبية بسوريا صرت تشوف كيف كنتوا تلمسوا هذه الشعبية بسوريا بأسواق دمشق بالحمدية تلاقي طبعا في صورة القائد اللي فد الدائم المستمر الأبد الأزلي اللي بدك بس في صورة صغيرة دايما رفيق الحريري هيدا بدأت تعمل نوع من هيك انزعاج أنه في سنة بلبنان عم بيحكي الأمور مثل ما هي سنة بلبنان بحجم محبوب من سنة سوريا نعم وحتى من مسيحيين سوريا بالنسبة لليبرالية نظامه جينا على الألفين سحبة إسرائيل حزب الله له فضل بالمقاوم ما في شك له فضل بالتحرير بس جينا بعد 25 أيار بليلي ما فيها ضوء أمر تتغير خرائط لبنان الجنوبي بإعاز من بعض الفئات بالجيش والمخابرات اللبنانية والسورية كيف يعني تغير الخرائط بتصفي مزارع الشبعة فجأة تنتقل من بلد لبلد صوص بكانت سوريا صارت لبنانية معنا مانع إذا توسع شوي لبنان خصوصا أنه كتير من أراضي مزارع الشبعة ملاكين لبنانيين ومسجلي بعطابوا بصيدوا وبصور لها صار في حج لاستمرار السلاح لأنه بعد من طلعوا المطار المواردية والبطرق سفير نداء أنه حان الوقت طلع العدو خلي الشقيق يعني يسيرنا كمان وكان بذهن رفيق الحريرة أنه اتفاق طائف أو اتفاق بالأول بيكون تحت الوصاية السورية بس بعدين مع إعادة إعمار لبنان هادي الأمبرالة الشمسية السورية بتكون راحت نرفعها من شيلة وبلش هون يعني المشكل يكبر مع مجيء بشار وفاة حافظ الأسد اللي كان بعده عنده علاقات شوية مع المصريين والسعوديين واللي كانت تلجموا بعض الشيء هوني نفتح الأوتوستراد الإيراني بلبنان حزب الله الحج مزارع شبعة السلاح بلش تدفق شو تأثر أكتر شيء بس وين كان كان بوقت رفيق الحريري كان معروف بأنه كان الاتفاق معه أنت هتم بالاقتصاد ونحن منهتم بالأمر صار ما بدهم الاقتصاد بدهم ياخدوا الاقتصاد كمان ليش بدهم الاقتصاد لأنه الاقتصاد مفتاح السيادي مثل ما اليوم نحن شو شعرنا أنه الإصلاح والسيادي متوازيين صح ما في سيادي بلا إصلاح زبق الفساد وكذا في البلد وما في إصلاح بلا سيادي بلا حدود وبلا سلطة الدولة بلا تنفيذ القوانين ولا جمارك ولا مطار ولا مرفأ ما في هود متلازمين رفيق كان شايف هذا التلازم كان طبعا باني آمال كبيرة على أنه ربيع على أنه سوريا حتى سوريا بشار أنت تتذكر أوائل الألفين أنه هذا جاي ودكتور ودارس بلندن وبزهنية مختلفة ومرته مديرن وشقرة وبتضبط حالة وكذا والآخرين وخلى كم قهوة بالشام يقدروا يمكن حتى يشوف مين المعارضين مين الأكاديميين مين المفكرين مين اللي أمثال ميشيل كيلو وغيره وحتى الحكى أنه تغيير بحزب البعض يانو دكم بالحبس بعد سنة ونص سنتين وبلش هون بلبنان عملية القبض وابعليات أكتر إجت الحرب العراقية أخرتنا لو للحرب العراقية الحركة الأطلقة للبتراكسفير واللي اتبعناها دغري بالمصالحة بالجبل لأنه هيدا الجبل هو الإسمنت تابع لبنان الصغير اللي أسس للبنان الكبير هيدا ما حملوه ما حملو المصالحة لليوم مش عاملينا حتى بيستعملوا أدوات مسيحية وإسلامية ودرزية لضرب هذه المصالحة لأنه بين المصالحة بين اقتصاد كان عم بينتعش ورجع انتعش حتى بعد اغتيال الرفيق الحريري كانت يعني معدلات النمو كان الأرقام بالتجارة الخارجية الأرقام خصوصا بميزان المدفوعات كانت أفضل بكتير أفضل بكتير إلى أن صار الانقلاب الكبير حرب تموز بعد شهر من تطمين السيد حسن على طاول في زعماء البلد اللي كنا نحنا معاونينهم بمجلس النواب أنه ما في شيء وصيفية بتاقض العقل وبدوا يتدفق اللبنانيين والأجانب والمصارب كذا بجل تحت وبيحج لو كنت أعلم بحجة حرب الجبل لو كنت أعلم بلشت تدحروج تدريجي إلى انقلاب 2008 إلى الدوحة وقت 2008 ايه اشتياح بيروت اشتياح بيروت بسبع يار بحجة تشو اتصالات كاميرات اتصالات كانت أنا بسميها الثور الأبيض لما أتلوا الثور الأبيض استلموا البلد لأن شو كانت الاتصالات بدوا يفوتوا عكسروان وعتى النورين وعلى عكار وعبشري وعلى جبل الكنيسة ونزلوا عكفر سلوان ما وقفت هنا ما فاتت من بعدها ما عليك هلأ فاتت هلأ فاتت هلأ فاتت وين ما كان ما عليك لو كان رفيق الحريري بعد 17 سنة اليوم هل بتقول لنفسك لو كان رفيق الحريري موجود ما كنا وصلنا لو وصلنا له لا لأنه رفيق الحريري كان عارف كيف يجمع سلميا بين المناعة اللبنانية المناعة اللبنانية وشعبيته كبيرة بتعرف الانتخابات بكل الطوائف وبين رغبته أنا عايش رغبته لرفيق الحريري أنه يرجع العماد عون من بريز بنظرة توافقية أنه بيكفل موارني أخصه أكثر ملزوم ويطلع الدكتور جعجع من هذا السجن اللي نحط فيه ظلما ونرجع أنه نضبط الأمور كان كان بزهنه يعني اللي عمله انتخابات لألفين وخمسة اللي كان هو معتقد أنه هو رح يقودها مش سعد مش سعد واتفاق وبيعي وكذا أنه هو رح يقودها وأنه ما بقى بيخد غواصات سورية تذكري ما بيخد نواب بيروت هنه وديعة 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 وكذا وإلى آخرين وأنه بدي شوف شو بيطلع نتيجة نيع وكانت نطعت طلعت نتيجة باهرة شو صار عملية استباقية سورية باتجاه العماد عون ع بريز قبل ما نجتمع نحن فيه مع أنه كنا حطين أمال كبيرة على هذا الطيار أنه بيرجع الطيار بيطلعوا القوات بس أنتوا كمان خزلتوا بهذا الاتفاق الرباعي للعماد عون الاتفاق الرباعي أجا نتيجة شروط يعني ما تغيرت عقلية العماد عون ما تغيرت كيف كانت بالتسعة وثمانين أنه أنا بعمل رئيس أو بيروح لبنان كنا عم نقول له أنت وزير دفاع قائد جيش بحكومة وحدة وطنية وهكي يعني بتكون فاتح كل حظوظك وكذا لبنان بيأمن خروج القوات الأجنبية بالقرارات الدولية مع اتفاق الطائف اللي كان اتفاق الطائف ما بيختلف عن 1559 اللي نطر 15 سنة تأجها أنه شو حل كل الميليشيات وانسحاب كل القوات الأجنبية مش أنه السورية ومش الإسرائيلية يعني كل الناس بره وكل الميليشيات كل الناس بره وكل الناس بلس لها هذا هي والاقتصاد اللبناني بياخده علاقات متساوية ما فيه ما كان فيه أنه قرار بمخاصمة إيران أو معادات إيران أبدا راعى إيران رفيق الحريري راعى إيران سعد الحريري كانت العلاقات طب عين أخطأ سعد الحريري بعد رفيق الحريري هو تسلم ضفة القيادة قيادة مش بس الطائفة السينية مش هو بس قيادة ثورة الأرز قيادة البلد مش هو بس مش هو بس أخطأ أنا بتصور كل أخطأ وأنا عشت اللحظات الأخيرة لـ 14 أذار لما جربنا مع سمير فرنجي وفارس سعيد ننقذ القاعدة نخليهم هن أحزابهم وكبيرة وعيدة عال بيرجعوا بالآخر بجتمعوا بس منخلي شاء مشترك اسموا المجلس الوطني هندا مش جديد فارس بيخترعوا هلأ كان سمير وفارس ونحن كلنا كنا عاملين مجلس وطني إجت الأحزاب إجت قضتها على المجلس الوطني قضتها عليه قضتها عليه سحبت ممثلين منهم من نفس الوقت صح نعم سحبت ممثلين الأحزاب من هذا المجلس الوطني بأخر يمكن واحد القوات مشاركين بأيوا للآخر بالمجلس الوطني آخر شيء القوات والكتاب فحتى نحكي الأمور مثل ما هي عالتما فبهالأثناء بهالأثناء رجع الحلم الكبير طبع فريق أنه بدي الرئاسي و بدي أسلم كل الوضع المسيحي ومد إيدي على بقية الوضع اللبناني و الحلم الإيراني الكبير أنه بدي حط إيدي على كل الهلال الشيعي بالمنطقة و كانت الأمريكان و كانت الأمريكان سهلولن العراق و فتحوا الباب الاجتياح سياسي و أمني للعراق من قبل الإيرانيين و كانت سوريا سوريا بعدها يعني بموضوع العراق أنه بيت الأسد هن الوحيدين اللي بعدهم بلعبوا دور و محميين إسرائيليا كانوا بعدهم ما صاروا مستهدفين إسرائيليا مش كنظام زي ملاحظي ما حدا نعجى صوب نظام إسرائيليا ما حدا بده يغير النظام بس كقواعد لحزب الله أو كمعبر وبالتالي سعد ورد شيء أكبر منه رفيق رفيق شغلي ظاهرة رفيق ظاهرة و رفيق عارف أنه عمل اتفاق الطائف وهذا اتفاق الطائف أنجاء بيقدر يحمله هو أنا بتذكر وقلت بالمجلس النواب قلت أنه لما كتبت أنا مقدمة حكومته سنة الالفين وثلاثة كنا عطيارته وراجعين من باريس كتبت تطبيق بنود بقية بنود اتفاق الطائف بزهن نائه أصلا أنه انسحاب الكل الإسرائيلي والسوري حل الميليشيات تطبيق اللامركزي الإداري بداية الإصلاح من خلال طائفية ومذهبية أخف يعني يكون فيه ينعطى حق للكفاءة والنظام اللي مفتوح على العرب والعالم نطوره طيب بس نحن قيلة لنا كلبنانيين بأنه المسيرة مستكملة من بعض الرئيس رفي الحريري مع الرئيس سعد الحريري وهذه العناوين اللي حضرتك عم تحكيها حملها الرئيس سعد الحريري بالبدايات ولبل راح أكتر أبعد من ذلك طيب شو اللي صار يعني ربما صحيح الحمل كان كبير عليه ولكن أين أخطأ يعني هل كان هو يعني صدق أكتر من اللازم أم ما كان هو اللي لازم يكون موجود بسدة المسئولية بها الوقت بها الظروف أمام أمام يعني نحن بالزمان حتى رفي الحريري كنا نقول له ما تعمل رئيس وزارة أنت أكبر من رئيس وزارة أنت عم بتزبط الخريطة اللبنانية السياسية والاقتصادية خلي رؤسة الوزارة يجو تقنيين وكذا ويستلموا ما رفي قال لا إذا ما أنا مسكتها ما بتبشي والرئيس لهراوي حس لما صار هالموجي اللي هبط فيها لبنان بقصة الدولار الدولار صار ثلاثة وقامت تدبت الولي أنه ما فيه إلا رفيق حتى السوري خاف سوري خاف ما بد لا استقرار بلبنان ما بد رفي الحريري بس مضطر لاستقرار لبنان الاقتصادي ولدعم متعلاقاته العربية هو مع فهد بن عبد العزيز من خلال رئيس رفي الحريري أنه في شخص وصار رفيق هني بحاجة يقوله لدور مع الفرنسيين مع الأمريكيين يعني كان رجل صار على علاقة مع كل العالم وهيدي كانت عاطي مناع على لبنان ومغطية لبنان إلى حد بعيد هذا التنوع اللبناني اللي شهدناه مع الرئيس رفي الحريري بهذه الطائفة السنية اللي يمكن استمعناها لأول مرة بتقول اللبنان أولا وإجت على لبنان وأصر على بناء لبنان ومساعدة أي لبناني كان تعبان اليوم مهددة هذه هالتركيبة هالشكل من لبنان مهدد لما الطائفة السنية عم تقول ما بدأت قاطع الانتخابات لكن في جزء كبير منها لا يريد أن يشارك بالانتخابات قاعد على جنب ما تبرح اليوم يعني اليوم كيف تقرأ هذا المشهد للطائفة السنية كمان بعد 17 سنة على اختير رفيق الحريري وبدعي الطائفة السنية وبتمنيها وبترجاها ونحن دايما كنا يعني بنفس الخط على طول بنفس الخط أنه ببيروت بطرابلوس بالإقليم بالبقاع القربي ببعلبك بصور حيث لها مكان ومكانة أنه ما تخزل القوى اللي ممكن تكون بداية رافعة في وجه هذا الامتداد بعرف الانتخابات النيابية دونيز ما رح تعمل ما رح تغير كل شي ما رح تغير مثل معال سعد الحريري بتحط 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 أسس لبداية التغيير أنا عندي نظرية أنه بعد الانتخابات النيابية فيه أكيد حوار وطني مش برئاسة ميشيل عون لأنه غير أهل لقيادة حوار وطني أساساً بيكون العهد صار على آخر بيكون خلص وإن شاء الله يصير الحوار قبل ما يخلص بيكون هو فريق بالحوار ما فينا نقول ما فينا نقول أنه التيار الوطني الحرب مش موجود بس ما بيكون هو داير الحوار على طريقته يعني طريقته النكدية والثقرية وتصفيد حسابات يعني ما عاد تحمل بلد ما بقى تحمل أنه تنرتب صهرنا ما نخرب ما تبقى كذا ساعة منبيع ساعة منشتري ثروتنا في البحر ساعة منقلهم منعمل اتفاق على الخط الأزرق ساعة منعطي ساعة مناخد مزارع الشبعة ما بتصير هيدا عم بنعمل هلأ برأيك شانتاز بالموضوع ترسيم الحدود عم بنعمل كل شيء ري تقرير كاتبه أحد الزباط اللي تكلف ببناء عميد بسام ياسين نظرية الخط ساعة وعشرين هنا يعني عدراسي بريطاني ولكن بإعاز لطلب من الرئيس ميشيل عون هيك قال حملوها لقائد الجيش لقائد الجيش تيخربوه علاقات الدولية ويحطوه أنه هيدا يعني ملحق بظباط الإعداد ببس شو ممكن يكسب رئيس الجمهورية من يعني هيك موضوع ما شايف شيء إلا باستقبل صهره وكيف أنه هو يستمر ست سنين عبر حزب والمشكلة أنه يريت عبر حزب لبناني ومسيحي عبر هيمانة حزب الله وإيران على كامل لبنان لأن شو رح يبقى بيتشرين أنا بطلب منك بسألك بواحد وثلاثين تشرين لأول الفين واثنين وعشرين مقارنة بعام واحد وثلاثين تشرين لأول الفين وستعاش شو باقي من لبنان شو باقي من سيادة لبنان ما أقول لك كانت مثالية ما أقول لك الاقتصاد كان كان بعده عنده مناع الاقتصاد لأنه كان فيه هالبيسيكلات عم بيدور على دولابين فخته الدولاب الأول اللي هو بالاقتصاد وفخته الدولاب التاني اللي هو بالسياسي بس عم تحكي هيمنة حزب الله مع التيار بآخر جلسة لمجلس وزراء بيانه كأنه مش هلقدي فيه تناغب بين رئيس الجمهورية والسنائي الشيعي بموضوع التعينات تفاصيل أو بالموازنة حتى مين بيجي عضو مجلس عسكري مين نجيب مئاتي بيحب يجيب يقفزوا ست سبع يعني درجات يعملوا أمين عام الدفاع مين بدون الثنائي الشيعي نائب مدير أمن الدولة تفاصيل تفاصيل موازنة كارثية لا بتردل لبناني ولا راضيه صندوق النقد الدولة ومجتمع الدولي وصندوق النقد بعد ما في اتفاق على توزيع الخسائر بعد ما في نظرة موحدة إلى طريقة نوصل لحل على الأرض وبالبحر في عنا ستمائة مليار افتراضي غاز ونفط تحتها المياه خصوصا بلوكات الجنوب خصوصا بلوكات الجنوب لأنه مسرحية البلوك 4 بالبطول عم نسوق واللي عم بتقوله أنه وين كنا وين صرنا بالـ 2016 واليوم نحنا ويننا هل الحل هو بالانكفاء ونقعد على جنب ونقول للناس الانتخابات لن تغير هل هيدا هو نحنا من شان هيك نحنا بحكيك عدنا نحنا نحنا نازلين نحنا نازلين على الانتخابات بالصمود والمواجهة على أدنا وأد ما فينا بس ما رح نخلي رموز النظام السوري والإيراني يجوا يكتسحوا جبل لبنان رح تقدروا رح نجرب ما بلليك رح نقدر رح نجرب تقدروا يعني أنتو وهالقوى السيادية بدنا نجرب وين البديل رح يكون عن المستقبل مع الحراق بدنا نقنع الحراق أنه ما فيه كليا يستغني عن قوى السيادية ونقنع القوى السيادية للقصة مش قضاء على الحراق لأنه نديقين من كم شاب عندهم حق مشروع بأنه هن يطلوا على الساحة وياخدوا قيادات البلد بالمستقبل بس إذا فاتوا ببعضهم كلهم لا رح يبقى إصلاح ولا رح يبقى سيادي في السبب بديل ولذلك نحن بالحزب الاشتراكي عنوان المؤتمر الأخير واللي عم نشتغل على أساسه بتشكيل اللواح بالبحث بالبحث عن حلفائنا الطبيعيين منهم وحتى غير الطبيعيين بس اللي إنه موجودين بالصف الشبابي إنه الإصلاح والسيادي متلازمان وهي دي منا بعيدة عن فلسفة الشخص اللي بكين عليه اليوم مثل ما بيروت تبكي ولبنان كله عم بيبكي بعد 17 سنة اللي هو الشيخ رفيق أنا بدي أشكرك على هذا اللقاء إن شاء الله بتعيش وبتتذكر صديقك رفيق الحريري ومنعيش ومنشوف سوى معك يا معليك عشكم شهر اللي فعلا بدنا يعني عشكم شهر ومشاني هو صحيح هو ساعدني معنويا وساعدني أني وقف عيشا بس هو ما نعز إلا لما شافك بهذه الحالة ساعتها استحق صحيح صحيح أنا بدي أشكرك معليك شكرا إلى اللقاء بعد قليل بضيف جديد بمتابعة لهذه الذكرى المميزة ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري 17 عاما على غيابه أين أصبح لبنان مع ضيف النائب السابق أنتوان أندراوس عرف هذا الوطن الصغير قبريات المصائب عرف كره الشقيق السادي العائم على وجه مستنقعات الدم الراقص بنرجسية الجنون على عصف طبور الحرب المستمتع بلذة الصفيح الساخن عند الأخ المكسور والمستلق براحة اللا ضمير عند حدود الجولان المؤجر بثلاثين من فضة غزو الكويت والتغاضي عن عرق الأناظول عرف هذا الوطن انكسارات وحروب خيبات وعز عرفة عايش على الأرض وطائفية من على الأعلى كراسي الحكم لكن معارفه عام 2005 كان من أبعد حدود مخيلات المعرفة يوم اختيل رفيق الحريري ليقتل لبنان حينها كان أبن الأشرفي ينظر إلى أبن طريق جديد بمنظار الوهم الأهلي أبن طرابلس يعتبر أن جوني هي في المقلب الآخر من الدنيا ابن الجنوب يظن أنه معزول عن المحيط اللبناني لكن في 14 شباط امتزجت العروبة بفكر شلح الأرز لم ينتظر اللبنانيون لا قرار قيادات ولا إشارة قادة نزلوا إلى الشارع تعرفوا على بعضهم البعض فقد جمعهم هو الذي جمعهم في السابق في المدارس والجامعات ها هو في استشهاده يجمعهم على حبات مسبحة وردية تعيد الله على تفرط حباتها ومصحف مرفوع فوق رؤوس شامخة 14 شباط 2005 وكأنه البارحة ذاك الأمس القريب بعدد دقات القلب البعيد من جراء خيبات الأمل المتآتية من الساسة الذين لم يكونوا على قدر تطلعات عيون شابة هم من أكلتهم تجعيد المصالح وزينهم الشعر الأبيض المتسخ من غبار الحسابات الضيقة 14 شباط هو لرفيق الحريري أهداه حبا في عيد الحب لهؤلاء الناس الأوفياء لمن نصبوا الخيم رفعوا العلم وهتفوا بأوتار صوتية صلبة 14 شباط كان آخر يوم لرفيق الحريري على الأرض وأول يوم لجلجلة الحرية رفيق الحريري استشهد ليحيى لبنان هذا هو بالعودة إلى المتابعة متابعة ذكرى اختيال الرئيس رفيق الحريري 17 عاما على هذا الاختيال لبنان أين أصبح بالفعل كنا منذ قليل عم نحكي مع الوزير السابق مروان حميدي عن تبدل لبنان بهذه السنوات الطويلة عن المآسي التي مر بها لبنان واللي يمكن كانت يمكن أن لا تحصل لو كان رفيق الحريري بعده عايش ولم يتم اختياله أنا بالسابق أطوان أدراوس أيضا كان مقرب من الرئيس رفيق الحريري أهلا بك لما بدك تفكر بي رفيق الحريري شو الزكرة اللي بتجي على بالك أول ما تتذكر رفيق الحريري أنا الحقيقة وكبت الرئيس الحريري من سنة 78 ما كنت معرفه تعرفت عليه بباريس وعشنا معه طبعا بالأول كان كلها الوقت المهنية تبعيته الوقت المهنية تبعه بعدين بالثمانينات بلش شوي شوي نطلق للسياسة وكبت المرحلتين الحقيقة وبعدين مرحلة لبنان طبعا طبعا للأسف الكبير أنه هذا العملاق العملاق الكبير ليش بس للبنان العملاق الكبير بالمنطقة الحقيقة وباعتراف الجميع الدول العربية وغير الدول العربية خسرنا خسرنا اللبنان خسر خسارة كبيرة وما تعوضت ما عم نقدر نطلع منا أبدا مش عم نقدر نطلع وبتحسي عندك شعور كأنه كل يوم بعضهم عم يختلوه للرئيس الحريري بيختالوا البلان طبعه بيختالوا السياسة طبعه بيختالوا إنجازاته اليوم عم نحكي عن إنجازات اللي عملها الرئيس الحريري وين صارت؟ بل صيانة إن كان المطار يعني لما بتشوف المطار اليوم مطار الجمعة اللبنانية الملفاء صارت وكر حزب الله وحركة أمل بتشوفي كمان السوليدير والداونتاون طبعا بيروت اللي صارت نومانز لاند يعني ما حدا بقدر يمشي فيها بالليل صحيح فللأسف كل إنجازات رفيق الحريري الأعمارية راح والإنجازات السياسية طبعا يعني ما حدا بينسى صموده مع حزب تجاه قضية فلسطين وقضية الاحتلال الإسرائيلي لبنان والإنجازات اللي عملها مع حزب الله طبعا ننسيوها يعني كيف كانت علاقته مع حزب الله أستاذ أندراوس كان في علاقة الحقيقة كان في علاقة احترام كبير لرئيس الحريري مش بس حزب الله حتى حافظ الأسد من عدا أبنه يعني طبعا غير الوضع بس إنه كان كان كل الدول العالم تستقبله والدول العربية الملك عبد الله الملك فهد قبله يعني في هيك بتحسي إنه على ذات المستوى كان الاحترام وقبول هذا الرجل من كل هالدول العالم بعدين الاختيال طبعا بيبين أنه ليش ليش اختلوه اختلوه لحتى يحط لبنان على الخريطة أتلوه لحتى يرجع لبنان بلا خريطة أو لوضع اليد على لبنان بس إيه وضع اليد ومنه على الخريطة طبعا يعني لبنان اليوم من وقت اختيال رئيس حريري لليوم لبنان عبدوه عبدوه بدوابين ومن بعد الجيش السوري تسلم البلد أميل لحو تسلم البلد الحزب الله طيب إجر يعني كمى تيار المستقبل كمل بمسيرة الرئيس رفيق الحريري حاول يكمل حاول يكمل أنا بقول أنا بقول يعني اليوم وصلنا لمحل اختالوا سعد الحريري بالسياسة يعني صلوا المدد عيجربوا يختالوا اليوم سعد الحريري وين صار طبعا متأمل أنه يرجع هو عيب يقول أنه أنا كله موقت طبعا بالسياسة ما في شي بيروح بس أنه كملوا الاختيال الرئيس الحريري كمان قراروا محق اليوم بهذه المرحلة كمان سعد الحريري أن يعلق أن ينسحب من العمل السياسي ويسحب معه تياره ويترك الساحة صادي لمين وصل لمحل سعد الحريري الحقيقة شايف أنه ما قدر يعمل شي طول ما إيران حطى يده على ربنان يعني واضح ورحنا اليوم يعني أنا بسيدة الجبل والمجلس الوطني كل يوم بنقول يا جماعة رحنا ضد الفساد ومع التغيير والبدكني بس ما حدا بيقدر ما في تاريخ دول العالم أي بلد محتل ما بيقدر يعني بس نحن بلد ملنا محتل اليوم نحن بلد محتل احتلال يعني هني عم بيقولوا احتلال اليوم عملنا دراسة قانونية ورح نزيعها على كل الصحف والإعلام عملنا دراسة قانونية مع محامين حتى نبرهن للشعب اللبناني انه بلدنا محتل كيف مش الجيش الايراني قاعد هون انه ما في تواجد عسكري ايراني بس اليوم حسب القانون الدولي اليوم درسنا الهيئة انه هذا احتلال ما يسمى احتلال بالواسطة بواسطة ميليشيا وكل حال هنن ما بيقولوا العكس يعني ان كان حصل نصر الله ان كان نعيم قاسم او حتى سليماني وقت حكي انه دولة رابعة عربية عنا 74 ناية بالمجلس النواب شو ما تك اكتر من هن كبرهن على الاحتلال هذا احتلال بالواسطة مثل ما بيتان طبعا بيتان من شبه لميشيل عون رحنا اكتر لها حسن ما هذا السؤال طالما حكيت عن الرئيس ميشيل عون يعني الاطراف الداخلية لما بينحكي في احتلال ما بدهم ما بدهم خلفاء بالداخل يعني هيك بيصير انه هذا العملو هذا العملو هذا العملو عندهم حليف للأسف مسيحي انا كمسيحي عبولة وانا بقولها على العلن انه يعني لسوق الحظ للأسف المسيحي اللي سلم البلد لجيش خارجي لميليشيا خارجية متل ما تسلم بلد لسوريا نفس الشي متل نفس الشي عب يصير متذكر اسلامية الفرنجية وقت صار يطلب من السوريين يجي يحمل مسيحية كلنا منتذكرها انا كنت عايش بالجبر وفات الجيش السوري صاروا المسيحيين أي عائدة الأقليات ما كنا أقليات هلا عم نصير أكتر ما كنا أقليات هلا عم نصير أكتر وأكتر لأنه الهجرة المسيحية وين وين صرنا رحنا رحنا عم نبيع بلدنا مش غيرنا لأنه يعني رئيس الجمهورية رئيس تيارو السياسي بيحكوا عن حقوق مسيحيين وين الحقوق وين وين وشو جابوا لنا من واقع صلوا أربع سنين خمس سنين وين أين الحقوق ما شفنا شي إيميل اللحود رئيس المسيحي القوي ذات الشي عملو ذات الشي وين الحقوق المسيحيين بعد المساومات مع حزب الله مساومات مع النظام السوري يعشت مرحلة العلاقة بين الرئيس رفيق الحريري والرئيس إيميل لحود الحقيقة أنا عشت كثير عشت كثير جميعا إيميل لحود كل مرة أنا للصف الأمامه فالحقيقة يعني تعذب كتير بس أنا قلت لسعد الحريري بس هل كانت علاقة يعني لأنه كان بوقتها كان فيه شيطنة شخص رفيق الحريري عند المسيحيين بأنه ما بعرف إذا كانت يمكن هيدا كان عمل مخابراتي لأنه هلأ منوعي لهم لهذه القصص بعد ما تمر بمر وقت عليها كان المطلوب بأنه يبين أنه هذا الشخصية السنية اللي جاي تاخد دور المسيحيين مضبوط هيك صوروها الرئيس رفيق الحريري كيف كان ينظر للمسيحيين أستاذ عند رعوزين حضرتك كنت مسيحي مقرر منه أغلبية مستشارين ومسيحيين كان ينبش على كل الشخصية من كانت مسيحية أو غير مسيحية يعني من الناشحين كانوا يكونوا حدو يعني أنا ولا مرة شعرت مع الرئيس حريري أنه رجل طايفي مثل ما قلت كان فيه أكيب حوالي أكتريته المسيحيين بقوله بكل صراحة يعني خاصة بفرنسا وبالسعودية يعني كان فيه كان فريد مكاري بازيلييري كان كذا مسيحي حوالي الرئيس الحريري مستشارين ومقربين بالبزنس وبعدين بالسياسة فما كان عنده هذا اشتغل أميل الحوض والمخابرات وخاصة جميل السيد عملوا والتوجيه بالجيش اللبناني عملوا حملة على الرئيس الحريري أنه جاي عمر جوامع بجبل لبنان والبدكيه فعملوا هذا الشغل وفاتت براس الناس وجريد السفير كمان وقتا عملوا دخل براس المسيحيين أنه هو خطر يشكل خطر على المسيحيين لبنان ويعمل جوامع وينما كان والحقيقة وقدروا وصلوا بهالطريقة وصلوا إيميل الحود ورجوا وصلوا ميشيل عون زيت التكتيك اللي عملت لإيميل الحود اللي عملت لميشيل عون كان في النظام السوري مع إيميل الحود كان في حزب الله مع ميشيل عون فهذا الرجل بحياته ما كان طائفي أنا بتذكر وقت أجه على لبنان ب93 في بعض الأشخاص قالوا له للرئيس الحريري ما في تكفي هيك باللبنان مع حوصة مسيحية كنا مضبوط قالوا له إياها قالوا له إياها حوصتك مسيحية يعني كان عايش برا ما بحياته تفكر بهذا الموضوع شو كان يقول مسني شو كان جوا يعني شرح له أنه أنا ما بحس بهذا الفرق وأنا يعني عشت بهالبيئة هاي دي وثابت عندي فريق عمل مسيحي بس مش معناته أنه هذا الفريق هو يلي بيخلي اللبناني أسلم أو أنا بدي أسلم البلد فعني بدي أطعك لو سمحت لأنه معي عبر اتصال هاتفي مع أستاذ صلاح سلام كمان بذكرى اختيال الرئيس رفيق الحريري أستاذ سلام يعطيك ألف عافية أهلا أهلا أستاذ خير من موقعك كرئيس أو مدير تحرير جريدة اللواء أستاذ سلام أستاذ سلام كمان تبعت الرئيس رفيق الحريري كنا عم نحكي من شوي عن اللا طائفية اللي كانت اللي كان يتسم فيها الرئيس رفيق الحريري على الرغم من هذه العلاقة اللي كانت بينه وبين الرئيس أبي الله حود واللي أعطي الطابع السني مقابل الرئيس الماروني الأوي بعمره ما كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري طائفي أو مدهبي كان يحرص دائما على المكون اللبناني الوطني ولي كتير واضحة وصريحة وحاصمة لكل المستضرين في المياه العاكرة الطائفية إنه جاي من البلد جاي أسلي ملكيين قال أنه وقفنا العدو والمناصفة بدنا نطبقها بكل جميع المستويات وخاصة بالنسبة لبلدية تيروت وكلنا نعرف أنه عامل أمرين حتى أطبق المناصفة ببلدية تيروت لأنه كان فيه جو إسلامي إنه نحن المفروض إنه عدد المجل يبدو أنه أنه استي سلام بدك تغير يمكن موقعك أو ما بعرف الاتصال في عطل تقني بالاتصال حتى يثبت الاتصال واضح استي سلام واضح هلأ صار واضح تفضل نعم كده عم تحكي أنه المعركة كانت من بلدية بيروت لما كان هذا الجو الإسلامي والرئيس رفيل حريري خرق إنه وقفنا رفع شعار وقفنا العد وقفنا أن يكون مجلس البلدي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بغض النظر عن التعداد السكاني لكل طعيفي وهذا كان نموذجا يعني اللي احتزى فيه بكل حياة السياسية وكان دايما يطمئن الشريف الآخر بكل ما يتطلبه وكان على علاقة خاصة مع البطرق السفير وعلى تشاور معه بكل المواقف الوطنية والسياسية وحتى الداخل والإنمائية وكان طلبات يعني البطرق السفير والمطران عودي ألا الإنمائية والاجتماعية كانت بتسطيله يعني نوع من العلاقة الدايمة وطلباتهم كانت دايما تأخذ طريقها للتنفيذ يعني بدون أي تردد أو بدون أي تعصب أو بدون أي محاسبة أنه هذه المقابلة لازم نعمل لمنطقة تانية نفس الشياء وهذا مثل ما عم شوفه اليوم أنه اليوم ما بيقدر يعملوا يحطوا عمود كهلة في المنطقة مسيحية إلا بدي حطوا عمود أخ صحيح والعكس الصحيح للأساس صحيح السلام بعد 17 سنة على غياب رفيق الحريري هل اليوم بتقول حضرتك أنه لو كان موجود رفيق الحريري لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إلى مش بس على مستوى لبنان وأيضاً على مستوى الطائف السنية نحن كل يوم نستقده أكتر وأكتر على مدى السرط السنة اللي ماضي تانية أنا اليوم اكتبت افتحيه باللواء لو كان بيننا ولد لو بقي بيننا الرئيس رفيق الحريري لما كنا وصلنا إلى جهنم ودأس المصير اللي عم نعيشه اليوم لأنه بعلاقاته وبيت رؤيته وبيبرنامجه وبي دين ديناميكي اللي كانت متوفرة له بالعلاقات الدولية والعربية التي كان يتمتع بها ما كان خل لبنان يوصل إلى موصل إلى اليوم ولكن للأسف اختيال الرئيس الشهيد كان اختيال لمشروع الاستقرار والازدهار في لبنان ومن يوم اختلوه نحن بدأنا الانحضار للأسف ووصل هذا الانحضار إلى ذروته في هذه السنوات الأخيرة لذلك نحن اللي بقولوا اليوم أنه هذه نتيجة سياسات رفيق الحريري هذا القول يرتد عليهم لأنه لما كان رفيق الحريري موجود كانوا موجود على الخريطة العالمية موجود على الخريطة العربية وضعوا يعيش حالة ازدهار استقرار ما هو اسمه سياحي مفولي للأسف مرات العربية التي تدفقت على لبنان حقق الأرقام القياسية لبنان استضاف كمتين خلال سنتين الكمة العربية بالألفين وواحد كمة الفرانكوفونية بالألفين واثنين عاد أعمال عاصماتهم من جديد بنى مطار جديد عمل التسراد يعني اليوم فرجوني شيء بس مشروع واحد هؤلاء الذين يتبجحون خلونا نشطي شو قدر عمله ما ننسى أن نجرب الكهراء بوضع 24 على 24 لكل المناطق الجدنانية ولما صارت حرب عصفات الغضب في 1890 هو الذي حقق للمقاومة اعتراف دولي واعتراف إسرائيل وهو الذي حمى القرى الجنوبية من القصف الإسرائيلي لأنه أحد بنوضي اتفاق ال76 كان منع القصف الأهداف المدنية والقرى المدنية على جانباي الحدود فهذا كله هذا كله الانجازات وين راح كيف يؤذر تنكروا لها أكتر من هيك بإليك لما توفى الرئيس الشهيد كانت أرقام الدين لتتزاوز 30 مليار دولار يعني كل المشاريع اللي عملها صارت اليوم أرقام الدين 100 مليون دولار فرجيني مشروع واحد عمله بس مشروع واحد عمله المرفع سنتين صروا مفجر مضع على تفجير أربع عام سنتين وشوي بعد مسمار واحد ما ضربه ما حدا عنده رؤية كافة يوعد بين المرفع ما هو دور المرفع في 50 سنة جديدة للأسف أنه هذا كله اليوم نحنا نفتقد رئيس رفيق الحريري نفتقد رؤيته نفتقد برنامجه نفتقد حماسه للإنجاز وللعمل كأنه رفيق الحريري كان يدرك قدره وكان فيه سباق مع الزمن في تنفيذ وتحقيق المشاريع اللي يدرك حقها اللي عمله بها العشر سنين اللي اشتران في السلطة يعني يشبه المعجزات بالواقع بل فعل شكرا نحن نعرف أنه تستران بيروت ترابوس بالزيد تروا 60 سنة كان بيمشي بمرحلة بيوار واقف بكازينو لبنين 35 سنة رجا واقف على شركة تمام 29 سنة لاجئ الرئيس صفير حريري وكملوه وتستران بيروت صيدة نفس الشي وتستران صور نفس حتى وتستران بيوصل لنا كورا وتستران العربي اللي ترنا 70 سنة نسمع فيه من بيروت للحدود السورية ما نحضر نعمل شي إلا لما أجل الرئيس رفيق حريري وضعوا على حيثات التنفيذ سلام أد ما ينحكى عن إنجازات الرئيس رفيق حريري طبعا الوقت لا يتسع فعلا للقول أو لترداد كل هذه الإنجازات أنا أبدأ أشكرك على هذه المداخلة وإلى لقاء في لقاء قريب أستاذ أندراوس بالفعل لما نرجع نتذكر ونسمع كل هذه الإنجازات التي حققها الرئيس رفيق الحريري اليوم نتطلع على بلد رايح على جهنم بقول هن المسؤولين بسدة المسؤولية شو مفترض يفكر اليوم المواطن اللبناني بالفعل هل لازم يتأمل بالانتخابات النيابية اللي جاي يعني الحل هو بالانتخابات أم الحل هو بالانكفاء ويقول أنا ما بقى بدي اشتغل سياسي مثل ما عمل الرئيس سعد الحريري يعني أولا ما فينا نمنع الانتخابات هذه انتخابات دستورية ما فينا نقول للناس قاطعوا الانتخابات تانيا لنحكي أنا شخصيا متشائم لأنه هذا القانون قانون غير عادل هذا قانون بلاد العالم كلها ما في منه شيء اسمه تفطيلي وشيء حاصل اثنين وثلاتة هذا القانون عمله جبران بسيل وحزب الله طبعا مشي معه وحركة أمال لأنه هنا ما عندهم مشكلة اي قانون بس عملو لا يردو جبران بسيل وللأسف في بعض الأحزاب المسيحية مشيت فيه هذا الصوت التفضيلي عملو لجبران بسيل ليعمل ناية بس هلأ وضع الطيار يسمع انه تعبين لأنه خايف لأنه صار خايف لأنه صار فيه نأمة لكل تعرفها فهل انتخابات ويظل وجود سلاح على الطاولة ما بعرف كيف بدنا نغير مجلس النيابي هلا أكيد فيه تغيير القوات بيخدوا كم ناية بزيادة التيار بيخسر كم ناية المجتمع المدني رح يربح كم ناية بس طبعا مشارزم فاتين ببعضهم عندك مثل بسيط حزب الكتائب والقوات اللبنانية سامي جميل وسامي جعري وان بيحكوا مع بعض هل يعقل نعمل انتخابات بالمتن وبيحكوا نفس الشي بالسياسي نفس الشي بيحكوا هل يعقل نفوت على انتخابات بالمتن سامي جميل وسامي جعجع ما بيحكوا مع بعض معنات رح نخسر أو رح نجيب لناية بالزيادة شو هالمنطق كيف رحنا رح نقدر نغير ناخد الأكترية مجلس النيابي لا افترضنا وصلنا لمحل يعني غياب الجبهة الموحدة السيادية المجتمع المدني مش موحد كيف بنا نوصل فأنا متشاعم شايف الأكترية هي زيتة رح تبقى مع بعض التصحيحات ربما حزب القوات يصير قوة حزب مسيحي في لبنان بس وبعدين بس حزب القوات لحاله شو بيقدر يعمل هذا السؤال والسؤال التاني انه حزب القوات اوكي صار اقوى حزب والسن البديل عن تيار المستقبل يعني كمان اذا تيار المستقبل ما بدون يشارك رح نخسره طيب أنا بقول مثل بارح بهاء الحريري يعني اكد بانه هو سيخوض الانتخابات ليس بصفته الشخصية لكن رح يكون عنده مرشحين لقلو بكل لبنان هذا السمعنين بارح ما بعرف كيف مين بدو يدعم بدو يدعم يدعم شخصيات ضد الحزب ضد حزب الله يدعم شخصيات هالشخصيات هايدي بدت تكون تحت جبهة هالجبهة بدو يترأسها هو يعني مين بدو يترأسها الجبهة لو هو ما ترشح إذا بدو يخوض الانتخابات بأشخاص بدو يترأسها الجبهة ولا هالأشخاص كيف بدو يعني بيكون عندو جبهة سياسية ولا ما مانع إفكاس بقلب المجلس نيابي فأوكي إذا قدر بها وصل كمان نوة بس هو هاي عم نسمع أنه انتكاله عن المجتمع المدني وبدو يدعم شخصيات بالمجتمع المدني بس الأمل أنه يتحدوا إذا ما اتحدوا بس هو لا يميزوا برأيكم ما بيحقلوا يعني على لا يميزوا هذا الخطاب الشفاف الواضح يعني على الأقل المبارح كان واضح وصريح وقال وين سؤل لما سؤل بيفوت على مجلس النواب هل أنت مستعد تتحلف ما حسب الله الأكيد لا يعني واضح من الأساس يمبين أنه واضح السنة اليوم يريد أن يذهب مع شخصية مع حزب الله أم مع شخصية هل أدي سعف هذه الانتخابات أكيد ضد حزب الله أنا أكيد أنه بالأكترية المجتمع السني رح يكون ضد حزب الله هذا واضح بس الأنوال الانتخابي ما بيسمع طب كيف جيبوا سبع نواب سنة حزب الله وحركة أمل جيبوا سبع نواب سنة وفيه اثنين علوية كمان فمعناتها أنه أنه هذا الأنوال ما رح يسمع أنه يصير في جبهة موحدة جبهة قوية موحدة إذا قدرنا نعملها بيكون حال بس أنا ماني شايف فاتين على الانتخابات منقسمين هل بتعتبر اليوم أنه بهاء الحريري قادر يخرق أم لا قادر يثبت وجوده ويكمل ما بدأه الرئيس رفيق الحريري أنا بشك يعني أنا بشك بس طبعا لماذا بتشك؟ بتشك لأنه الوضع متشرزم في عاطفة اليوم بيّنت لسعد الحريري بالبلد عاطفة كبيرة يعني كمير ما في هو ما في ينكرة يعني هو ما ينكرة وعن بيقول ضمن العائلة نحن العائلة المصغرة ستكون واحدة كما العائلة الكبرى ما بعرف إذا راح تكون واحدة لا هلأ ما نبين شي أنا بلك بصراحة لا هلأ ما نبين شي يعني ما ننسى صار في خلافات على الأرض من كم شهر ما عرف أي مناسبة سنة الماضية 14 صار في خلافات وصار في معارك بسيحة الشهداء بس هل الحل نزلوا وزقفوا اليوم ونزلوا وغيصوا يعني الرئيس سعد الحريري قال لهم بحبكم وكل شي بس أنا ترككم مصبب أنه هاللحال أنا معلق معلق اشتراكي قال لهم هالنسى بروحوا اليوم يعني مين بدوا يعني من يمثلهم اليوم إذا بيقدر بها يلملم نحن مع بالعكس نحن نصلي إنه حدا يقدر يلملم هالقوة السنية ويفوت بس يوحدها بجبهة هذا اللعبولو تتوحد مع القوات تتوحد مع كل السيادين السؤال الكبير هل فينا ناخد الأكترية أنا سخصيا مني شايف لأنه هذا القانون صعب كتير تاني شي في خطر كبير قلتلك هي من شوي خطر الكبير إنه رحنا إذا مربحنا الانتخابات ما عنا الأكترية بمجلس نيابي شو رح يقول المجتمع الدولي رح يقول أنتوا صوتوا انتخابات حرة وقراركم كان واضح بدكن هالمجلس نيابي فشوفوا كيف تكون تحلوها بين بعضكم هذا الخايف منه يعني رح يصير فيه لجيتيميتي للأكترية يلي هلأ فيه كوشن مارك على أنه هذه الأكترية الحالية مش مزبوطة صار فيه 17-20 بس حضرتك يعني على عكس البقية لما بيحكي مسؤول بحزب الله وبيقول حتى لو الأكترية ما كانت معنا لن يتغير الأمر بلبنان يعني هيدا عم بلمح أنه ممكن الأكترية ما تكون معهم عنده خبرة بهذا الموضوع لأنه 2005-2009 ربحنا الانتخابات كسيديين وما قدرنا نحكم إلا لجعنا نحكي نحن وياهم لأنه رح نعضوها وعملنا حكومة اتحاد وطني هذا يعني أنه فيه احتمال كتير كبير أنه الأكترية ما تكون مع الحزب أنا أنا شخصيا بشك بس الأرقام بكنا نشوف الأرقام إذا في جبهة موحدة فينا نربع بس لليوم ما في جبهة موحدة يعني إذا عبلك بين كتائب الأوية ما في جبهة موحدة ولكن حتى الكلام عن أنه الانتخابات يمكن ما تصير كمان هيدا بيأكد أو بيوحي أنه كمان القوى في بعض القوى خايفة من حصول الانتخابات ومن نتائجها في تيارة الوطنية الحر أكتر حزب خايف من نتائج الانتخابات لأنه أول شيء هو رح يخصى وأكيد رح يخصى أكيد رح يخصى رح يخصى رح يخصى العدد بيخصى بكل المناطق بيخصى رح يتحلفوا أنه أمل طمع شوفي هالكذبة الكبيرة أنه اليوم صارنا به بري وحركة أمل بدأت تدفع مع جبران باسيل بعد كل ياللي صار فهذا معناتها في مايشترو واحد اسم حزب الله هو إيران هن اللي بقرر وشو بدي يصير بالبلد سيدة الجبل رح يكون فيه إلى مرشحين لا نحن ما رح نتحاول الانتخابات أبدا أبدا عن إطاق الشخصي فيه أشخاص تترشح كيف كنت حقوا مشروعكم لرفع الاحتلال الإيراني عن البنان نجمع الناس على هالعنوان قد ما فينا ورحنا من قطعين الاتصال ولا بالقوات ولا بحزب الكتائب ولا بأي حزب الكان ولا بميشيل معوض وغيره ورحنا تخلص الانتخابات وإن شاء الله كلنا ننضم لهالعنوان منذ ما يكون عنا نواب أكيد لأنه إذا ما نفود نشتغل الانتخابات رح الهدف تبعنا كله لأنه نصير نساوهم هون ونساوهم هون ونعمل لوائح مشتركة رح الهدف كله هاي دي كسروان يعني اليوم اليوم معروف بالكسروان عندك طيب فريد الخازين فريد الخازين من نضد حزب الله كيف بده يصير فيه كيف بده تترجم هاي دي على الأرض وفريد الخازين كمان صديق صديق الاسلامين فرنجية ولا دكتور فارس السعيد اللي هو بسيدة الجمل كلنا أصدقاء صداقة بالسياسة معروفة شو هي في صداقة على الطاولة بس بعدين تتغير أستاذ أندروس أنا بدأ أشكرك على هذا اللقاء إن شاء الله منلتقى بالمرة الجاية ومنحكي أنه الانتخابات صارت والأكترين تحققت وتعيرت وصار في تغيير إذا الله أراد ونحن ناطرين هذه الدراسة الأمنية اللي رح تعملوها بهمنا بالس بي آي نحكي عنا شكرا مشاهدين إلى اللقاء بعد قليل مع نشرة أخبار الاس بي آي اشتركوا في القناة